اشتركوا في القناة احمد فتحي المروان اللي حطاها بطريقة اروع ليضيف الهدف الثاني والهدف الثالث محمد مجدي افشا مرتدة من محمود جاد ويكملها اجاية من الكرة المرتدة كابتن عادل النتيجة والاداء النهاردة كانوا اخطر من رائعين طبعا اداء مختلف عن الفترة اللي فاتت شكل ما شفناهش بقالنا كتير واعتقد بصمات مسلماني بدأت تظهر ومش لازم البصمات تكون في حاجات جديدة مش لازم تكون حاجة جديدة حاجة ممكن تكون موجودة عندك ونت افتقدتها وبدأت ترجعها تاني نادر اهلي اعتقد الاستحواز المباراة دي ومباراة اللي فاتت من اعلى نسب المرشاط اللي فاتت اعتقد التمرير من اعلى نسب التمرير لو جينا النهاردة بصنا مباراة اعتقد مباراة فاتت كتا 500 نهاردة ممكن نعدي ال 500 عل describing ونقذك نسب التمريرات كمان الصحيحة لا نسب التمريرات في العموم اه في العموم في النسبة التمريرات الصحيحة المؤسرة ممكن تبقى اعلى كمان النهاردة كمان فيه فيه تمامات كتير جدا حاسمة مبارا جايدة على المستوى الفني فيه حاجات كتير جدا بدأت تبقى موجودة ما كانتش موجودة قبل كده استحواز مهم جدا من أسباب الاستحواز ده أن الكرة كان بتعدى لعيبت الارتكاس كتير النهاردة لو شفنا أن ديانج وحمدي أو ديانج والسلية من أكتر لعيبت قتلهم الكرة الكرة تدورت عليهم كتير قبل كده تدوير الكرة كان البطل في تدوير الكرة أو البطل في المشهد كان محمد الشناوي كان على طول أي كرة بيستلمها أو أي كرة تحت في نص ملعب الأهلي كان هو اللي بيتحكم فيها هو اللي بيتحكم في اللونج بول طول الوقت النهاردة عائلوت في كل الكرة اللي جات له أهي كلها يعني ما فيش أنه نطلع النسب يعني هي كل الكرة اللي جات له نزلها بيده بشكل كويس كلها حتى دربات كم كان في دربات مرة مع proxy لعبة يتتسلمت بشكل كويس دي من الحاجة من الحاجات برضو اللي تبين أن فيه كلام متقال إن لازم تلعب كرة ودي حاجة مهمة جدا انك اللي برا هو اللي بيدير ده. انت طول الوقت لو انت عندك مدارب بتلعب لونج بول انا ما كنت شايف ان برضو ده ما كانش مناسب لدان لاهلي. نسب التمريد اقل جدا. النهاردة فيه ادوار مركبة للعيبة الخط الخالفي للرأس الحربة. الاتنين ورقم عشرة. اه شفنا وليد وكهرباء المباراة اللي فاتت وافشة واحسين الشحات بيادوا نفس الشكل النهاردة. المباراتين انا شايف ان هما الاداء واحد وده باين ان في حاجة متقالة. في لعبة جوا المنطقة كتير. اه زون فورتين اللي بنتكلم عليها قبل كده النهاردة اللعبة فيها كتير. ودي حاجة برضو حاجة مميزة. دي بتدلوا ان الراجل عنده تكتيكيا وفنيا بيفكر. يعني ممكن تلاقي ناس بتيجي معها بالصدفة ان اللعبة هي بتريتها كده لكن هو بيفكر. النهاردة شفنا حاجات في الكورة السابتة. انا شاف ان هي حاجات اه مميزة وحاجات اتقالت. اه يعني في كرة فيه كرة هجومية. كرة فيه كورنر هجومي. اه وقف وخط واحد. ودي حاجة برضو ما كناش بنشتغلها. لابد كده كان بيقى فيه شوية مش عايز اقول عشوية لكن ما فيش حاجة متقالة. الكورة السابتة الدفاعية كلها مرة اخدها كلها. قبل كده ما كانش ما كانش فيه ترتيب جيد للوقفات. والتمركز النهاردة كان افضل كتير من الماتشات اللي فات. التمركز في الكورة الطويلة. في الكورة الطويلة النهاردة ممكن يكون مقدرش ملحقش يعمل ده. حاجة من الحاجات برضو المميزة جدا الاهل بيتميز بيها دلوقتي ان هو بيرجع الكورة بسرعة ودي حاجة من الحاجات اول حاجة اللي بتحافظ على مستوكل بدني جوة المباراة انك لما بتجيبه الكورة بسرعة بتوفر مجهود كتير انك تفضل تجري ورا الكورة. تانية حاجة بتخلق فرص يعني وليد استريمان الشوط الاول خلق فرصتين اه واحدة المروان واحدة اه من الضغط. شوط نفس الشيء. اه بقى ديانجة على طول موجود. اه سلية موجودة احمد فتح موجود. اداء مميز. انا شايف ان الاداء بيختلف مباراة عن مباراة. لعيبة فيه ثقة. فيه لعيبة بدأت ثقاتها ترجع في نفسها تاني. افشي لعيب شوق الوقت صغير جدا. ولكن طلع الكورة بيحاول اللي عايز يلعب. فيه نشوة موجودة جوان ملعب العيبة عايز يلعب كورة. او جايب يلعب كورة. بيحاول يعمل استحواز. الاول كانت المسافات بعيدة جدا. دلوقتي المسافات قريبة. لعيبة نص ملعب الارتكاز موجودين في كل حتة بيسندوا. ازا كان في الجنب الهجومي او الجنب الدفاعي. دي حاجات دي حاجة من الحاجات المميزة. اه انا شايف دي من احسن مباراة الاهلي اديها من من سادس مباراة في الدوري. صحيح. من سادس مباراة في الدوري نشو الف مبروك لنادي الاهلي. اه فوز مستحق. واداء بالنسبة لنا يمكن ما شفنوش فعلا زي ما كابتان عادل بيقول يمكن من فترة كبيرة جدا من قبل الكورونا تماما. او كان واضح من بداية الشرطة ايمن النادي الاهلي. انا واضح ان فيه حاجة حاجة مختلفة النهاردة. بداية المباراة. لكن قبل ما اتكلم عن المباراة واضح ان فيه مستر بسماني فيه فكر واضح في الملعب من اول يوم جيه. حاجتين بيعتمد عليهم. ودي هي كرة الوقتي. تقطع كرة في اصل على وقته في اقرب نقطة. ودائما لابك هجومي. ونهاردة عشان كده مد حرية مش طبيعية اللي بتاعتها تحت رأس حربة. بيتحركوا في اي مكان في الملعب. كدائم النادي الاهلي نهاردة تلاقيه هجومي على طول. كرة بتقطع بسرعة بيحاول يقطع كرة في مكانها. اي. ليه هستنى. بسرعة اقطع كرة في اقرب نقطة عندي ودي بتوفر لي مجوزة معادي بتكلم وتوفر على اي خطورة ممكن تحصل. انا ليستنى لكرة تروح بعد رس الملعب. وابدأ ادافق. ليه? تماما من مكانها اقطع كرة وابدأ انا كرة توقع معايا. الاستحواز طبعا ما احدث ولا حرج. يعني اقول لك بس حاجة يكفي النهاردة. خمسة وتسعين ديئة ستة وتسعين ديئة. ما فيش فرصة جات على النادي الاهلي. فرصة خطر. ما فيش حاجة خالص نهاردة. خمسة وتسعين ديئة. ما فيش فرصة خاطر. وده يديك حاجة ايمن ان الكرة طول الوقت مع العيبة النادي الاهلي. حتى وكرة مع العيبة النادي الاهلي. الدفاعين هم موقفين كويس قوي. ما فيه السرحان. قبل كده كان ما انك تلاقي كرة مع النادي الاهلي. بتلاقي مسلا كرة مشتتة كده. تلاقي واحد رايح لوحد وانفراد ولا حاجة لا. صح. في نظام. في نقطة صغرة جدا بتحصل في الملعب. احنا عشان متابعين كويس قوي النادي الاهلي والحمد الله كلنا. لعبنا كرة عارفيني ان الكلام ده بيجيش من فراغ. كلام ده بيتقال بيتقال كويس قوي. حتى بيتقال نظري. لكن هو مستر مسلماني معتمد على كم كم اللعبة اللي معاه. وزكاء اللي معاك. ممكن تتكلم نظري ايمن. بس انا عارف ما بتتكلم. بس انا بتتكلم عن محمد. انا عارف ان الكلام محمد هيفهمه. وهنفسه في ملعب من غير اي مشكلة. اي. فعشان كده الراجل بيشتغل واضح بشغل نظر كتير جدا. وعارف هو بتتكلم مع مين. النهاردة كل حاجة في الملعب. انا شايف ان هي معمولة صح قوي. الاداء كله. الشيطين الشيطين حلويني كالشيط الاول كمان احلب كتير. اداء ما حصلش قبل كده. وقلت بين الشيطين واعدة تاني. في فرق انك تلعب كرة بتقدي. وفي فرق انك تلعب كرة مستمتعة. هو ده الفرق. استمتاع بكورة القضن بدي احلى حاجة في الدنيا. عشان كده تحس ان انت كله عايز الكورة. يعني انت هستضح الفاصل او حاجة. طيب هنروح بس لازمين الشيطين شعبان. ولقاء مع الكابتن سيد عبدالحفيز. تعاتي لك كابتن عيمن ولديوفك ولكل مشاهدك حتى النادي الاهلي في كل مكان بعد فوز اليوم النادي الاهلي على فريق امي بسلاس اهداف مقابل لشيء الاهلي مع مسماني شكل تاني. ما شاء الله. ما شاء الله نمسك الخشب مع مدير الكورة. يعني نجم مصر النادي الاهلي و الاهلي مع مسماني شكل تاني ما شاء الله. نمسك الخشب حاجة ما شاء الله. كورة الاهلي بلعب كورة من زبان او بقالنا فترة كنا بنكسب. بس جميل الاهلي عاوز الاداء. النهاردة في الحمد لله مكسب وفيه اداء كمان. الحمد لله طبعا يمكن اه اه نتيجة مهمة برضو في في طار استعدادنا وتحضرنا لمبارات اه الودات. يعني الاداء يمكن الشوط اولاني كان اكثر ممتاز ورائع كمان يعني. الشوط التاني طبعا يعني اه على فترات لكن انت برضو اه بتلعب كورتك وبتبني هجمتك وبتفنش هجمتك وتحركات في في كل مكان في الملعب يعني الحمد لله طبعا على كل شي يعني يبقى بس ان احنا كمان اه مبارات اه برامنز ان شاء الله حمان وبعد كده نه اه نسافر على المغرب بإذن الله. الاسابات كتير قوي وضغط المباريات وكل تلات اربعة ايام ماتش وممكن كل تلات ايام ويومين كمين بقى ماتش. ايمن اشرف نهار ده بيخرج مصابق الاول طبع من عليه. لا ايمن احنا اي حد بمجرد بس ما بيحس بحاجة. يعني يا دوبك بس ما بيشعر بحاجة خلاص بنتغير على طول يعني. ايمن اول ما اللي نسمانة بدأت يا دوبك تتقل على طول كده فالرجل راح مطلعه على طول. اعرف المكان ده اساسا يعني برضو احنا عندنا 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 فيه غيابات كتير يعني حتى مروان اه في الشوط التاني اول ما اللي بدأت يحس باجهات شوية بيتم تغييره على طول. اي حد في الفترة اللي جاية او الفترة اللي هي تصبق مرات الوداد بالتأكيد عايزين انه نسافر الوداد وده الاهم في المرحلة داية. ان احنا كاملين العدد ويبقى محدش عندنا نقص يعني. مجفاء الغايبين يعني. جمهور النادي الاهلي الصبح او او من مبرح بليل متأخر الدنيا مقلوبة محمد محمود وغدروف لقى 6 شهور 8 شهور 3 شهور. فين الحقيقة محمد محمود عمل رباط صليبي مرتين واربعات. ويرجع بيقولوا في غدروف. فعلا الكلام صح ولا غلط? محمد محمود يمكن اه اه جالوا رباط صليبي في اه مبرات اه سموحة من حوالي اه فترة طول من السنة اللي فاتت يعني. وبعد كده حظه في اه بعد ما رجع جالوا رباط صليبي في الرجل التانية مش في نفس الرجل يعني. كان من حوالي اه شهر كده كان اه بدأ يشتكف بعض الالام في الحركة في الترنيات اللي بيعملها اه داخل الملعب يعني من خلال اه توجده. كان بينزل على فترات التسخين مع المجموعة ومع الفريق. وبعد كده بدأ يقول انا يعني بحس بحاجة في اه في الحركة مش مش الامر الطبيعي بالنسبة لنا. فصفرنا للدكتور اللي عمالي العملية في المانيا. قال ان ما فيش اه مشكلة وان هو هياخد حوالي تلات اسابيع اه اه واقل من كده بشوية ويكون راجع تاني. هو عايز يعني يقوي اه العضلات اللي حوالين الرجبة. ده كان رأيه يعني الراجل اللي عماله العملية هناك يعني. لكن لما رجع هنا تاني بدأ حتى بعد التلات اسابيع يقول لي يقول لي دكتور خالد ان هو برضو بيحس بنفس الالام. عرضنا طبعا على اه دكتور احمد عزيز الرئيس اللجنة الطبية عندنا في النادي. فالراجل الاوصى ان هو يعمله عملية. وبالفعل عملها مبارح عملية في الغدروف يعني. يعني اه محمد لس صغير وآآ المستعبى لسه قدامه. يعني ان شاء رحمن يرجع بشكل كويس. هو شخصية يعني انا طبعا من اكتر الناس آآ 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 مش عايزه الحزينة لان ده بيحصل في آآ في الكرة يعني. لكن ده لغياب واحد من ملع عناصر مباشرة جدا في المستوى الفكري والمستوى المهاري يعني. لكن ان شاء رحمن العمر لسه قدامه كبير وآآ طويل ان شاء رحمن يرجع بشكل كويس. المهم. 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 يعني يغيب شهر يغيب اتنين يغيب تلاتة. المهم لما يرجع ما يكونش فيه اي قلم يعني. ده المهم بالنسبة لنا. وده اللي احنا قلناها يعني. يعني لسه موتة ترغيب بش موش بش هتبندل اه. لا مش عايزة حدد هي ايه بالزبط يعني انا عايزه يبقى سليم مية في المية. يعني لعيب مستابل عنده مستابل كويس. اه طبعا يعني. يعني مع مع احترام الكل الاراء يعني طبعا. محدش بيفتكر انت غيبت اديه. اول ما بتنزل بيفتكر ادائك اه يعني في الملعب. يعني انت بتلعب بشكل كويس. اه جريتك كويسة. مفيش اي حاجة حركتك كويسة. ادائك كويس. محدش يقول ده غايب باله ست سبعة شهور. بعد المباراة التانية والتالتة. خلاص انت بيت العيب موجود في الفرقة يعني. ده اللي انا عايز اقوله. اه وصلته لمحمد حتى في خلال الاعداء يعني. ان شاء الرحمن هو. اه لسه عنده واحد وعشرين سنة. فالعمره قديمه يا رب يرجع بشكل كويس جدا. لكن ايا كان الوضع مش هيرجع غير وهو سليم مية في المية يعني. مفيش اجازات ولا بكرة في تمرين على طوله. هل عندي اجازة يوم؟. عندنا اجازة اه الجمعة. هنتمرن بكرة طبعا. جلنا اه يعني مش جواب. جلنا عدة نقاط وبنود لازم نهلتزم بها من الاتحاد الافريقي. لازم ملف كامل لكل العيب. يعني اه مسافر المرعة المغرب. ملف كامل مش خاص بس بي سي ار اللي هيعملها او اه التحليل اللي هيعملها لها كمان فيها راس مقلب وحاجات خاصة بال بالتحاليل الطبية يعني. درسناها المبارحة انا ودكتور خالد محمود. اه بكرة ان شاء الرحمن هيبع عندنا تمرينة صغيرة واه واستشفى بالتأكيد. وبعدين عندنا اه مسحة هتبقى خاصة. وخاصة كمان بالسفر طبعا يعني لازم تعمل مسحتين قبل السفر في خلال عشر طيام دول. مسحة دلوقتي خلال العشر قبل المبارحة بعشر طيام او حوالين العشر طيام. ومبارحة ومسحة تانية اه قبل السفر بتمانية واربعين ساعة. وهناك كمان هتعمل مسحتين مسحة. اه طبع. مسحة خاصة بالاة وزارة الصحة المغربية ومسحة خاصة بالاتحاد الافريكي. هي يعني طبعا اجراءات ممكن تكون مكسفة شوية لكن اه بتهدف للسلام يعني. فعايزين بكرا ان شاء رحمن نعمل ده ونعمل الحاجات الخاصة بالملف الطبي وكل واحدة هيبقى له الملف الطبي اللي هيسافر بيه واللي هيبقى ممضي ومختوم ويتم ارساله كمان في مدة محددة قبل ما نسافر كمان. اه طبعا. سافروا الاتنين اللي اتنين اللي اولا تلاتة السوق? لا نسافر تلاتة ان شاء رحمن ساعة تلاتة الظهر بإذن الله. بيوم كابتن ولا? احنا يعني بنأمل ان احنا يبقى فيه المجال الجوي في المغرب لسه برضو انت لسه لحد دولاتي متعرفش مش مفتوح يعني طبعا. فبندور على حاجة بيقولوا هيحددوها بعد يوم عشرة يعني. لو اه اتفتح ان شاء رحمن يبقى هسافر انا وكابتن قبل البيعس بإذن الله. عرفت المسافرين حد للتعقيم للاجرات الاحترازية والتطهير. كان ده مزبوط? مسافرين طبعا. يعني هي تفاصيل صغيرة بالتأكيد لكن مهمة جدا. مهمة جدا جدا. فظل اللي انت بتشوفه دولاتي او اللي انت بتسمعه. هناك كمان العدد اكتر من هنا بكتير. الحمد لله طبعا. هنا العدد محصورة وكويس. الحمد لله رب عمين. طبعا. واخدين شيف بتاعنا واخدين يعني كل حاجة بالنسبة لنا حتى لو تفاصيلها صغيرة يعني حجزنا القتل بتاعنا. وبنفاضل دولاتي ما بين عدة ملايعيب على تواصل مع سيدة سفير اشرف ابراهيم. وعلى طول بنتكلم يعني. ان شاء الله رحمن نكون على على بإذن الله موعد الوصول للنهائي ان شاء الله رحمن نعم من خلال من خلال الوداة بإذن الله. ومع مسماني لأهل شكل تاني. الحمد الله رب عمين. الراجل الحقيقة من اول يوم جيه عدد شغله. بلعب كورة كمان يعني. اه. وانبارح في التبرين شايفة. عايز اقول له يعني لا التفاصيل الشغيرة والاجتماعات وتحضرات والجلسات حتى اللي ما بين السنايات سوان كان في للعيبة او للاجهزة. اه. كل واحد له الدور بتاعه. كل واحد له الحتة بتاعته. ان شاء الله رحمن نكون موفقين بإذن الله. هو الراجل من قبل ما ييجي يعني. اه. تاريخه بيتكلم عن نفسه. اه. 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 اداءه بيتكلم اه. اه. بالنيابة عنه. يعني انا دايما اقول كده يعني ارقامك. نتايجك. يعني مش شرط تقول انا عملت وعملت وعملت وعملت. الناس شايفة. ما فيش حد. ما فيش حد يعني. اه. ما بيعرفش قيم دلوقتي او يحدد او يدي درجاته للانسان. يعني كل واحد من خلال اداءه ونتايجه وارقامه. طبعا بيتحط له تصنيفه يعني. شكرا فانه. شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع مدير الكورة طبعا الكابتن سيد عبدالحفيزي اللي اكد على نقاط مهمة. وهي صفر فرد من النادي الاهلي للاجراءات الاحترازية في المغرب. بإذن الله رب تكون سفرات خير لنادي الاهلي ويفوز على الودات بإذن الله. واتأهل بإذن طبعا في مجموعة المباراتين بإذن الله إلى نهائي افريقيا. دقا نقاطنا طبعا مع مدير الكورة بعد فوز الاهلي النهاردة على فريق ام بسلاس اداف مقابل لشيء وزام الجماهير او بعض. يعني اللي كان حاضر النهاردة لك مع مسلماني الاهلي شكل تاني. ملو مبروك لحضرتك ولديوفك ولكل مشاهدي قناة النادي الاهلي. عود لك من جديد. شكرا جزيلا للزميل اللي قابتن على كم. ده 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 النهاردة الوضع حيما. لكن سيد قال ان الراجل بحب يلعب كرة. هو بحب يلعب كرة بس بيلاحب كرة هجومية كمان. نعم. كل بعايز يلعب كرة. بس واحد بلعب كرة هجومية واحد بلعب تحفز واحد بلعب كرة دفاعية شوية. ده من ضمن مدريب فنية مصنف الراجل مصنف ان هو بحب كرة الهجومية. مم. بس من الهجومية مش تحبه مع اي حد مواقع. تتلعب النادي الاهلي. فانت عندك الامكانيات انك تعمل كرة هجومية اللي يدور باكتاد وكده. مم. بس هو عنده في عالم متأكد ان الاستجابة سريعة. كم عنده لعيب الكورة معظم الفريد النادي الاهلي كلهم لعيب الكورة. مم. اسكية جدا بيسعب بسرعة ما بياخدش وقت يعني الراجل. وايس. ما انت لو لو جبت اي حد في الكورة. تقول انه مستر المسلماني ده بقى انا مسلا اربع خمس سيفل مع النادي الاهلي. ماذا كنت ساعدت موضوع دول. يعني انت ما بتتكلم على ان العيب النادي الاهلي طبعا امكانتهم. طبعا. 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 طيب. ايه اللي اختلف? اللي اختلف في فكرة الراجل. مم. هو لعيب الكورة ده ايمن هو مش اهلا. هو بي. اللي اختلف في الاربع خمس سيان. فاهمني يعني فاهم. الراجل. اه. الراجل نفسه. الراجل نفسه بيتكلم كتير. ما انت حس ان اللعيبة دخلة بروح جديد. ايه. عارف انت متخش بحاجة جديدة كده. مم. في انا انا عن نفس حاسس كده. مم. العيبة مبسوطة بتلعب كورة. كويس. مبسوطة انا عايزة تلعب. ما 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 مش بلعب بيقدي واجب عايزة تسعين دي ايه. انا وعرفان وعايزة حاجة مصافر. لا لا لا. صحيح. لعيب تنادي الان نهاردة على كم الاجهات ده. لو سألتهم قولك لا. انا عايزة هلعب. سيبني شوية. لان هما مستمتع. ايه. كورت القدم ده كورت استمتاع. مش وظيفة او لا. اولا استمتاع بالحاجة اللي بتعمل. ايه. عشان كده الراجل الافكار سهلة جدا. الراجل الافكار وكلها هجمية. عارف لعبة النادي الاهلي. اه بيتكلم معهم كتير زي ما كان سايد بتتكلم الوقتي. وعلى الجانب الاخر هو عارف ان عنده مجموعة لعيبة على قدر عالي جدا من الزكاء. مم. وبيفهموا ما عايزين ايه. عايزين بطولة. حياتهم كلها النادي الاهلي. بطولات. عايزة ادى كويس. نتيجة واداء. بيحصل بقى النهاردة. اللي احنا كنا بنتكلم عليه كلنا على فكرة. من حوالي شهر مسلا. كنا بنتكلم يقول اه نتيجة. بس انت جمهور النادي الاهلي جمهور. بينقصين كده طمعه في الكورة. عايز اداء. انت النهاردة بتقدم له حكتين. نتيجة عالية جدا. يعني تقريبا مباراة الوحيدة لما فيش كورة خطر جات عليك. صح. وانبي فريم السهل. يعني خالص. وفي نفس الوقت تلاتة سفر. اداء حلو. كل الناس طالعا ابسوطة. آآ الجمهور اكيد النهاردة ابسوطة. انه. اطممنا شوي. ايه بالضبط ايه. ما الحالة فانيها لعبت النادي الاهلي. لأ. الراجل ده يعني وقته لار جدا. لو قلت ايه حد في عالم الكورة. ما اقول لك لأ. انت بتتحكي عليها ده الراجل ده بس انا اقل بقاله مصلا شهر شهر ونص مع النادي. فاهمني. لكن لما تقوله ده بقاله خمس ايام او ست ايام. والمنظر بتغير كده. لا. يبقى الراجل فكره مناسب مع الاماشا اللي عنده. اللي هي لعبت النادي الاهلي. ممكن تجيب واحد ايه من. فكره تفاح قوي مع ناس بيحبوا كرة هجومية وعايزين استمتعه. تلاقي مفيش. مفيش تقارب. صح. انما هو زكاء انك تجيب مدير فني على نفس التفكير اللي عنده لعبته. ونفس الهدف. ده اما الهدف واحدة ايه من اتلاقي كل استجابات كلها سريعة. اه كابن اسامة اه مبروك طبعا النادي الاهلي. اه. وطبعا فوز مستحق والاداء بالنسبة لن احنا عجبنا. اه وكابنا على ايه الحاجة يعني. لكن اه الراجل في الخامس ايام دولت عمل شغل يمكن اكتر من واحد مسلا قاعد شهر او شهرين. يعني اه طبعا في بعض اللعب او الراجل ما ما يعرفهش مثلا زي الصعدين مثلا النهار. ولكن يبدو ان الادارة الفنية لداخل الملعب اثرت على مستوى اللعبية. اه اولا مبروك. عن الفترة اللي فاتت. اه مبروك للنادي الاهلي طبعا وجماهير وجهازه وكل الناس اللي مرتبطة بالنادي الاهلي اداء حلو وسهل وفوز اه مستحق وكان ممكن جدا ان النتيجة تزيد كمان عن كده لو استغلت الفرص المتاحة في اللقاء يعني. صحيح. اه تملي لما حد بيجي جديد في تغييرة معينة برضو دي بتدي دوافع جديدة. اه مع ترامل مستر فيرر ابتدى الموسم كويس جدا. ولكن بعد عودته من كورونا تحس انه مشتت. مشتت. وكلام كتير هل هيكمل هل هيمشي هل جاهله عقد تاني هل رجع بلده. الحاجات دي كلها خلي بالك اللعيبة عايشاها. اللعيبة حاسة بيها. فبتحس انه الفرقة كانت مشتتها. بنكسب. بس في حاجة مش مزبوطة. في حاجة مش مزبوطة. تغيير المدير الفني الجديد بتدي دوافع جديدة للعيبة. كل واحد عايز يزبط نفسه. كل واحد عايز يطلع احسن ما عنده عشان ياخد انتباه الراجل وانه يبقى مكان يتحجز. ده كوز. بس الدوافع دي مش وقتية. يعني مفروض تستمر. مفروض. مفروض. ده بقى مع شغل الراجل. انا بالاضافة اللي قالوا ان الراجل طبعا انا معروف عنه ان بيلعب كرة هجومية وكرته حلوة وكرته ممتعة. وشوفنا مع صان داونز كتير يعني. لكن التغييرة برضو عملت حالة عند اللعيبة شدة. يعني ابتدت ابتدت كل واحد عايز يقول انا هو. اللي بيلعب عايز يقول ان انا لازم اكمل في مكاني. الناس اللي ما كانتش بتلعب عايزة تثبت نفسها ان هي تستحق مكانة في الفريق. فكل دي برضو عوامل بتساعد الدخلة الجديدة دي. لكن مع الوقت ان شاء الله الاداء يستمر على كده. نتمنى ان الاداء يستمر على كده. ونتمنى كمان عنصر. الجماهير حتى مبسوطة. اه طبعا. 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 مسكة صور مسلمانية. طبعا ربنا اوفاو يعني. نتمنى كمان التوفيق. اي. لانه التوفيق كمان لما بيجي معاك في بدايتك بتدي لك ثقة اكتر. صحيح. دي لك ثقة اخدة. وهو جاي على بطولة بطولة افريقية. انت حاسم الدوري. وهو ابتدى يشوف اللعبة عن عن قرب. بيحس بيهم. زي ما قلت لك لما بيلعبهم في مباراة غير لما يكون هو عايش متعايش معاهم. فالمباراة الرابط. النهاردة الاداء فعلا اداء حلو. اداء سهل. وممتع. وزي ما قلت لك كنا ممكن نجيب اهداف اكتر من كده. صحيح. المباراتين اللي جايين كمان هتبتدي تخش في صعوبة اكتر. ليه? لانك انت دخلت على مرحلة التزبيت بقى. اللي هو الشكل اللي هو عايز يلعب به. لان هو في مباراة بس جرق بيرامتس. لا لا انا اقصد على بيرامتس وثم الوداد. اه اه. يعني انا اقصد هو جرب حوالي مثلا الماتش الاولاني 11 و 5 نزله. النهاردة في عناصر تانية دخلت جديدة. اي. فهيبتدي يحط الملامح الاخيرة للشكل اللي هو خاصة انت بتاعب مع بيرامتس تقريبا احسن حالة في الدور المصري غير الاهل والزمالك. يعني هم التلاتة هم تقريبا يمكن معهم المقولين بس هم التلاتة اللي عندهم عناصر يعني تقيلة. بس خلي بالك خلي بالك ماتش بيرامتس ماتش تقيل. ايو ما انا بقولك. ايو ماتش تقيل يعني يعني المدير الفني هيلعب بكل المجموعة اللي. لا مش ضرورة يلعب بكل المجموعة. لا مش ضرورة يلعب بكل المجموعة. بس خلي بالك هيبقى في ست ايام بعد المباراة بيرامتس على مباراة الوداد المغرية. خلي بالك إحنا إصابات ما تقيلة قوي. يعني إحنا الإصابات اللي بتجلنا إصابات معظمها عضلية. والنهارده طبعا. النهارده أيمن أشرف الحمد لله ربنا سطر إنه أول محاسب السميرات طلع. ولكننا بكلم على تقل ماتش بيرامتس. ماتش تقيل. لا ما هو خلي بالك في أماكن غزب عنه يحصل فيها تغيير. يعني نهارده إحنا شفنا النادي الآن ينهب قلبي الدفاع محمد هاني وحمد فتحي. وهم أساسا مش قلبي الدفاع. ياسر إبراهيم هيرجع المباراة جال إنه كان ثلاثة إنذارات. ممكن أيمن أشرف يعود. لكن ياسر إبراهيم يبتدي. لكن أنا أقصد ممكن يحط الشكل مش هقولي النهائي المية في المية. ولكن يحط شكل قريب من اللي ممكن يلعب به في الوداد المغرية. لكن النهارده المباراة جيدة وبداية جميلة مع مدرب جديد. وشفناها برضو في أجزاء من مباراة المقاولين. لكن النهارده الأداء كمان أحسن وفوآن. واللعاب مبسوطة وهي بتلعب. فده حاجة كويسة. هنكمل كلامنا مع كابتن محمد يوسف. ولكن هنروح لزميلنا شريف شعبان ملعب مباراة. ولقاء مع كابتن سامي أمصان. من جديد بجدة التحية كابتن أيمن ولديوفك. ولي كل مشاهدينا معي. مدرب النادي الأهلي كابتن سامي أمصان. بيقول لك من يوم مبروك. فوزكو النهارد على إنبي سلاسة أداف مقابل أشيء. وقبل النتيجة وقبل الفوز هو الأداء. النادي الأهلي اللي كان بيفتقدوا في الفترات الأخيرة هو الأداء. النهارد الأهلي بيكسب مع الأداء. طبعاً تحدي كابتن أيمن وكابتن عليك كابتن يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني. زي ما انت قلت الحمد لله. رائعة. ما شوية بس. قدنا مباراة كويس الحمد لله. أداء كويس. رجاء تاني شخصية النادي الأهلي استحواز كويس. ضغطة أو مبافئة الكورة بشكل كبير. الحمد لله. عندنا أهداف كبيرة. عندنا مرونة برضو في أماكن اللعيبة النهارده. الحمد لله. ممكن خطت دفاع كل وعتبر متغير. يعني طبعاً ظروف غزبة عننا. لكن الحمد لله برضو تدينا برضو أوبشن كويس خلال المباريات. حسين النهارده لعب نهي. إنها باكرايد. هاني عمل براجة جيدة جداً. سردباك. الحمد فاتحي بعد إصابة أيمن نفس القصة. أحمد فاتحي بقاله ثلاث مبارات بيلعب نفس القصة. الحمد لله برضو اللي أنت عندك برضو أنت بتعمل حساب كل الظروف عشان ما تتفاجئش بيها يعني. فأعتقد الحمد لله نتيجة مرضية لنا وأداء كويس. اللعبة بدأت تاخد على فكر الراجل والشخصية الراجل. ممكن الراجل بيتكلم كتير معهم. متكلم في النواحة الكتكية والنواحة النفسية. أعتقد اللعبة إن شاء الله خلال الفترة جاية تحضير كويس للمورات الوداد. إن شاء الله لحد ما نوصل للوداد إن شاء الله يكون بنفس الأداء ونفس القوة ونفس التصميم إن شاء الله اللي احنا نعمل نتيجة جيدة إن شاء الله. الراجل بيمتاز إن هو بيناقشك في كل كبيرة وصغيرة وبشوف في التمارين بشوف النهارده حتى قبل التغييرات أو حتى بيتكلم معاك ودي سكا كبيرة طبعا في مدرب المصري. آآ امبرح في التمارين شغل اللي بيعملوا في التمارين النهارده بطبع في المباراة وتحرك اللاعبين الاستلام وتسلم تغيير مركز اللاعبين ما خفتوش بلعب زي العرب بدر النهارده بيلعب ديفندر يلعب في البكرات والنهارده جايت بشكل كبير لحد ما تصاب. طبعا أنا بشكره طبعا من خلالك عالسكة اللوام الدياني ديت يعني يتمنى إن شاء الله يكون أداها يعني. إحنا دورنا وده اللي تعودنا عليه. ممكن أنا اشتغلت مع كابتن يوسف وعلمني حاجات كتيرة جدا زي تبقى في ظهر مدير فن. وده وده سمع من سمات النادي الأهل يعني الحمد لله بنقول رأينا بأمانة بنديله الاختيارات بنسبانها لكن هو طبعا القرار الأول وآخر لي يعني هو راجل متفاهم جدا وبيكبر جهازه دي من الحاجات الإيجابية يعني والحاجات اللي تحسب له يعني فأتمنى إن شاء الله نكون على قد السيقة دي ونكمل إن شاء الله إن شاء الله نبقى في ظهره دايما تتفرجوا على المباريات قبل ما بتلعبوها زي المقاولين زي النهاردة انبيو وفي بيرامدز كمان اللي وده انتم تسجلوله وتتبعينه بتتفرجوا ولا مأجلين الفورجة لحد بعد مباراة بيرامدز لا طبعا من طبعا من اتفرجوا ممكن هو مباراتهم بيبقى في نفس الأيامنا يعني هم لعبوا نفس يوم المقاولين والنهاردة بيلعبوا برضو نفس القصة طبعا من تبعينهم زي ما هم بتبعينه انت عارف الدينية دلوقتي كلها كتاب مفتوح لكن مهم اللي انت تتحضر كويس يعني زي ما احنا بنعمل برضو في مرات الدوري زي دي عادة النادي الآلي في كل المداربين الموجودين يعني انت بتتحضر كويس للفرق زي بتلعب نقاط القوة بتاعتها نقاط الضعف بتاعتها زي تقدر تستغل الأخطاء اللي هم بيقع فيها فأعتقد الحمد لله اللي احنا ماشيين في الاتجاه كويس اتمنى ان شاء الله الاستمرارية اتمنى ان شاء الله اللعيبة على الوداد ان شاء الله تكون اهم حاجة نكون كابنين وان دي نقطة مهمة جدا يعني منعني من الفترة دي لكن مع الوقت ان شاء الله نكون كابنين عبارة ما نوصل للوداد حالة فنية كويسة وحالة بدنية كويسة ان شاء الله يكون عندنا خرصة كبيرة ان شاء الله عشان نحقق لقب الغالي علينا صراحة كاترة الإصابات مخوفة جميل النادي الآلي ومخوفانا كلنا بصوا ده أمر طبيعي طبعا نحن متخوفين جدا منها يعني لكن وراجل بيحاول وكمان من خلال برضو راجل مخاطط الأحمال بتاعه برضو اللي احنا ازاي نشتغل على الحاجات اللي تزودنا الحاجات القوة فأعتقد ان شاء الله ان شاء الله يعني من خلال من خلال ان شاء الله الفترة الجاية ان شاء الله لعبة ان شاء الله تكون أحسن الناس بتندع على مسلماني متوضع وبيتكلم مع الناس وبيوقف مع الناس بش يعني اسم النادي الآلي كبير هو فرحان اللي بدرب النادي الآلي طبعا لكن ما بيوقف حدي بكلم بيوقف يتكلم معاه على طول بش يعني ما بيحركش حال لو انت عارف الناس في جنوب أفريقيا وانت عارف الافاركا دايما كلهم طيبين يعني هو راجل ازا ما انت قلت عارف قلمة النادي الآلي جدا عارف اللي هو كان حلمي بالنسبة له تحقق فهو راجل مسلم جدا راجل ودود جدا بعمل ناس كواس جدا فرحان بالناس في حالم الجمهور النادي الآلي منانو ان شاء الله اللي بفيه تعاطف أكثر من الناس والناس اللي حبوا أكثر ان شاء الله هو بيحقق بطولات ان شاء الله النادي الآلي نقصب أفريقيا ولا نيف سنقصب أفريقيا ان شاء الله ان شاء الله كلنا عندنا تصميم كلنا هنقاتل ان شاء الله عشان الله خبدا شكرا 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 دي ميزة جمهور الاهلي يعني جمهور الاهلي داية ساند المدير البiffe بيدي له الدعم. انا بيقول لك يعني رغم ان هم اعداد قليلة بس طبعا هو بيصوره كمان. اه بتدي مردود. هو بيحب يصور يعني حتى برضو كان في مباراتنا مع سان داوش برضو كان بيصوره جمهور يعني. بيحب ان هو يوصق الحاجات دي عنده. ايه. وفيه مدرين كتير بيحبه. ان عندهم بتاعيتهم والاحداث اللي هم بيعيشوها. صحيح. بتبقى ذكرة حلوة بعد كده يعني. لكن هو جمهور الاهلي دايما بيدعم اي مدير فني بيجيله. اه ودي ميزة الاهلي. انه جمهوره هو سر قوته وسر الباور اللي بيديه لل. هو شكل متواضع كمان يعني. اه. اه. وزي ما قال سامي. انت احنا سافرنا افريقيا كلنا عارفين. ان الافارقة طيبين. يعني. ان فارقة طالما بتعاملهم با بشكل كويس ومتواضع. اه. اه. همة متواضعين وطيبين. وااااااااااااااااااا بيك��면وا طبعا احترام كبير جدا لشمال افريقياااا استعاد. يعني ايه قدر مصر طبعا في افريقيا. مصر دولة ليها تاريخ كبير وليها ولها good وليها حضارة. وليها تواجه قوي جدا في أفريقيا. خصوصا من الفترة الاخيرة. مع تواجهات طبعا سيادة الرئيس طبعا عفتاح سيسي. لا يعني فيه توجه لأفريقيا بشكل قوي. فهم عارفين. عارفين قيمة مصر وعارفين من ناحية الرياضية ومن ناحية الاقتصادية ومن ناحية النواحي الكثيرة يعني. طيب شفت شفت بقى الماتش النهاردة ازاي? وايه اللي تغير في الاهل في المدهة القسيرة دي. بص طبعا خلينا احنا يعني كلنا لعبنا كورة وعارفين اي جهاز فني بيجي بيبقى ليه الشدة بتاعته. ليه العارفين انت الايه اللعيبة بتستنفر كل القوى اللي جواها. عندك لعيبة كانت بتلعب. طبعا لعيبة دي مع جهاز فني جديد عايزة تحافظ على اماكنها. في لعيبة ما كانتش بتلعب. يعني عندها فرصة كويسة جدا ان يفيجي راجل جديد مدير فني جديد. طب انا لازم عبر عن نفسي ولازم احط نفسي. عشان اقدر اشترك في الفترة القادمة. خصوصا ان انت داخل على فترة تاريخية. يعني بتتكلم على ماتشين قبل نهائي ثم بعد كده نهائي ان شاء الله بالتوفيق يعني. فانت بتتكلم على تلات مباريات يحطوا تاريخ للعيبة كتير. يعني انت لو بسط للعيبة هتلاقي يمكن تلات اربعة بس اللي كسبوا افريقيا. والباقي كله مكسبش بطولة افريقيا يعني. باستثناء احمد فاتحي موجود. رامي ربيعة موجود. وليد سليمان موجود. اه على ما اعتقدت. طب انت بتتكلم على اخر بطولة الفيوم تراتاشر. اه. اه. ففيه لعيبة كتيرة جدا عندها دوافع انها تكسب بطولة افريقيا تاني. اه. فطبعا عايز يعبر عن نفسه وعمدير فن جديد. انا اللي حاسه طبعا من خلال المطش اللي فات. والمطش ده اكتر كمان شوية. فيه انسيابية في الاداء. فيه سهولة في الاداء. تحس اللعيبة مستمتعة. تحس ان اللعيبة بيلعبه السهل. رتم الاداء موحد. اي. يعني لمسة ولعبة لمسة ولعبة لمسة ولعبة. فتبص تلاقي كأنهم هم متفقين. او واخدين تعليمات كلهم ان يلعبوا لمسة ولعبة. فالريتم ماشي حلو. اي. محدش بيجرب الكرة زيادة. محدش بيلعب من لمسة واحدة. رغم ان هي المفروض تستحق. او تستوجب انها تتلعب لمسة ولعبة. فالريتم ماشي. وده مدية الشكل بتاع النهاردة. اداء حلو قوي. وكمان فوز بتلات اهداف. يعني الحمد لله ما فيش ان شاء الله يبقى ايمن اشرف. بس هو يكون حاجة خفيفة. يعني ما فيش اصابات ولا حاجة. فانا رأيي ان كان يعني عجبني جدا اللي هي مركزية وواضح جدا احتمال كبير. يكون الراجل برضو مستماني اي لحسين الشحات مع جونير اجيين مع وليد سليمان. ما كانش فيه مركزية. يعني احنا الجون اللي جبناه. الجون التاني بالتحديد اللي عمل لمروامو حسين. هبص لقى جونير اجيين دخل في القلب خالص. واحسين هو اللي راح نحية الشمال. ووليد جي نحية اليمين. فعدم المركزية دي لغبطت فرقة امبي. لغبطت السلاسي بتاع وسط امبي. انت عندك كان محمد رزق وكان عندك عبر راحمن عامر. وحميد ماو. التلاتة ما عرفوش يلعبه او يتحركه معه. يعني بص حسين الشحات فين. اه. حسين الشحات كان مفروض يبقى في الجنب اليمين. يعني لو هو بيلعب بالتمركز الصحيح. كان لازم يلعب فين في الجنب اليمين. بص جونير اجيين فين. يعني جونير اجيين اللي طلع الهجمة. بص واقف فين. وسايب الجنب الشمال خالص لمين? لحمة فاتح عشان ينطلق اه ينطلق في الحتة دي. فعدم المركزية دي رغم يا كابتن. بص ستوب هنا يا سامير بعد قيزناك. بص عدد لعيبة امبي كم واحد. يعني لو انت بتتكلم بتتكلم في تامن لعيبة. وتسعة. وتسعة جول. تسعة. 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 اه. وعشرة جول العاشر. يعني نتكلمك على اللعيبة تسعة لعيبة. تسعة لعيبة. تسعة لعيبة. تسعة لعيبة. كم احمر? خمسة. خمسة. ورغم ذلك هتلاقي فيه يعني عايز اقول ايه كوة كوة ومهارة عالية جدا ورؤية عالية جدا وتحرك يا كابتن جهانا علينا وتحرك طبعا لكن المهارة بتاع الحسين الشيحات انه يلف ورح عاملها لاحمد فتحي ما بين خط الدفاع دي هيلة طب بص احمد فتحي كمان عنده سيطرة ورح عاملها المروان اللي استنى مروان لو كان دخل خطوة قدام كان سلم نفسه للمدافع لكن واقف لانه لقى مكمل وليد سليمان مكمل ومروان محسن فراح واقف فراح واقف فهم اصدل ازاي انا شايفه هدف حلو جدا فيه سهولة فيه انسيابية فيه سقه فيه مهارة فهو ده اللي واضح النهاردة على الاداء نهى المباراة بكم لعيبة عندها مهارة عالية جدا يعني لما يبقى معي في الملعب صالح وكهرباء وقفشة والشحات والحسين فانت عندك كم لعيبة عندها مهارة عالية فطبعا طالما تحطيت كم لعيبة دي في الملعب طبعا هيبقوا هما الفعل والفرقة التانية يرد الفعل ومن هنا جاء برضو الهدف التالي كان هدف حلو كهرباء اضاع يعني انت خلي بالك انت مضيع برضو فرستين ثلاثة يعني الكهرباء ضايع له جنين صح عندك ضايع فرست يعني انا قصدي ان كنت ممكن تضاعف كمان النتيجة اكتر من كده واضح ان المسلماني زي ما قال سامي امصان في التقرير بتاعه او في الانترفيو بتاعه ان راجب يحب يلعب كرة راجب يحب يلعب كرة وبيبقى حريص على لعيبة الكرة او اللعيبة اللي هي تقدر تأديله الفكر ده واتمنى ان احنا كمان مطش بيرمز نعلي كمان الرتم اقرأ بيرمز انت بتلعب قدام مباراة او منافس حيبقى اقوى عنده قدرات عنده امكانيات كويسة عنده حتى حتة بدنية برضو اعلى من امبي هي تجربة جدا جدا لماتس الودات مظبوط ولكن التوقيت صعب اوه لو قدر الله حصل اصابات لا ان شاء الله ما حصلش اصابات ان شاء الله انت انت خلي بالك انت عندك شكين عندك شكين الشك الاول عندك لعيبة لو الاصابات بتاعتها ما خفتش تماما يبقى يجب عدم المغامرة باشرقها صح وتخليها للمباراة بتاعت الودات دايريكت على طول اي وفي لعيبة لو خفت وخلاص بقت يعني خدت تقرير من الدكتور انها تم شفاقها بالكامل مفيش مانع انها تاخد وتشتغل في ماتش بيرميز عندك فارق زمني من 11 ل 17 عندك 6 ايام عندك 6 ايام يتخلى لهم سفر يتخلى لهم طبعا سفر بس انت عندك رحات وعندك استشفة كويس جدا وعندك 3 ايام بعدها كمان يعني عندك لما تلعب يوم 11 عندك 12 13 14 تلعب 17 فالفترة الزمنية كويسة يعني خلي بالك الاهل اللي بقاله دلوقتي فوق الاربع خمس ماتشات بيلعب حد واربع حد واربع حد واربع يالي لعب اربعة سبعة طبعا دي كسافة ماتشات عالية فانت لما تاخد بقى 6 ايام ده هيبقى هانا يساعده هبقى رسا هنرجع للنقطة دي بس هنروح لزميلنا محمد توفي ملعب مباراة ولقاء مع الكابتن حلمي طلال المدير الفاني الامبي طراحة بحرك مرة تانية بعد انتهاء مباراة الاهل وامبي في الأسبوع الثاني والتلاتين بفوز النادي الاهل 3-0 ممكن نشرفني ويساعدني ويكون معايا المدرب القدير كابتن حلمي طلال مدير الفاني النادي الامبي كابتن حلمي براحة بحرك في البداية قناة النادي الاهل مش غاربة عليك ده بيتك يعني هارد لك النهاردة يكلمني شفت المباراة ازاي وكان سياستك في قدرة نهولة زينارد تحياتي لكابتن أيمن أولاً ولحضرتك وكل ضيوف الكابتن أيمن مباراة احنا اتخطفنا بدري بدري وده أثر بشكل كبير جداً على معنويات التيم على تركيز التيم وبالتالي المباراة ما كانتش جيدة بالنسبة لي خالص لأن مهما تقول ومهما تعمل ومهما تشرح حتى بين الشوطين برضو المردود ما بيبقاش اللي هو أنا محتاجه واللي اللعيبة عايزاه اللعب كل ثلاثة يام ده شيء قاتل قاتل ما بهزرش أنا بقولك بجد شيء قاتل وخصوصاً لما ما يكونش عندك الكمية أو العدد بتاع اللعيبة اللي تقدر تعمل بيوم ريتيشن وبعدين مؤكد الناد الأهلي بسم الله ما شاء الله عنده وفرة من اللعيبة بشكل كبير جداً يقدر يريح يقدر يبدل يقدر يعمل حاجات كثيرة جداً أنا ما عنديش الرفاهية دي وما عنديش القدرات إن أنا أقدر أغير كل ثلاثة يام يعني عملية صعبة أنا بشفق على لعيبتي بشفق عليهم تماماً من ضغط المباريات الفضيع ده وبقول مبروك للناد الأهلي ومبروك الدوري ومبروك ليه النهاردة وجود لك لفرقتي الماتشات الجاية بإذن الله كابتل حلم برغم كل حيات الكلمة حراك في النقص العادل وكذا كان أعتقد أن يحسب لحراك أنك أخذت إنبي من المركز الأخير وكذا أنت 45 بونت في المركز الخامس وأعتقد أن الموسم الجاية بقى يعني بتفكر فيه من دلوقتي خاصة أن عندك لعيبة كتير معرفة لا أنا أفكرش فيه من دلوقتي أنا أفكر فيه من خمس شهور عشان تبعارف يعني أنا من أول ما الجائحة حصلت وأنا قاعد مركز حعمل إيه للموسم اللي جاي لأن أنا عقد مستمري للموسم اللي جاي فده وضع طبيعي جداً نحن محتاجين ترتيب البيت بشكل كويس محتاجين أن ننظم صفوفنا بشكل كويس محتاجين أن ندعب بشكل كويس على أساس أن إيه يرجع تاني لوضع الطبيعي المنافس القوي على المراكز المتقدمة بإذن الله موسماني وشكل تغير وشكل الأداء في النادي الأهلي على المباراة السابقة وبعد تولي المدير فنجري ما قدرش أقول الكلام ده ما قدرش أحكم عن الراجل حرامي يبقى أنا بظلمه ماتشين ولا حاجة فطبعاً ما ينفعش أن نحن يبقى متسرعين في حكمنا على أداءه وعلى شغله ولا يقدرون نديله فترة كبيرة جداً عشان نقدر نحكم عليه لكن اللي أنا شايفه النهاردة أن اللعبة تلعب أريحية بتلعب بانسجام بتلعب بلا مركزية يعني أداء النهاردة جيد لكن برضو ما قدرش أحكم على المدرب من ماتش أو اثنين يعني شوية كابتن والتوفيف اللي جاي إن شاء الله بتشكر جداً السلام عليكم كابتن أيمن دقل لقائنا مع المدير الفن القدير كابتن حلم طلان ألف وبروك النادي الأهلي الفوز والسلاس نقاط وإن شاء الله دايماً في انتصارات والنادي الأهلي الأمام دايماً العودة ليك كابتن أيمن ونجوم للستوديو التحليلي شكراً جزيلاً زميل محمد طوفيم ملع مباراة هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار في السوديو التحليلي أرجوكم انتظرونا مرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين وابل ما نكمل حوارنا مع كابتن محمد يوسف عايز أكلم عن حاجة بتخص أعضاء النادي الأهلي في الأقصر بخصوص فرع الأهلي في الأقصر هنكون في انتظار الأعضاء اللي في المرحلة الأولى لاستكمال إجراءات العضوية والكرنيات في مكتب اشتراكات النادي الأهلي بمكتبة مصر العامة كابتن محمد اللي بيخلينا أقولك على ماتش بيراميدز احنا عندنا قايمة الأهلي الأفريقية للموسم اللي احنا فيه القايمة كانت بتضم في حراس المرأة محمد الشناوي شريف إكرامي علي لطفي مصطفى شوبير هناخد منهم طبعا شريف مشي عندنا محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير حيبقى فيه منهم اتنين في المباراة كويس طيب معانا اتنين هنا لو بصنا على خط الدفاع ماشي هنلاقي ياسر إبراهيم محمود متولي برا رامي ربيعة مازال حتى الآن برا معانا محمد هاني أحمد فتحي علي معلول أيمن أشرف محمود وحيد لحد الوقت برا يبقى احنا عندنا ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ومعانا اتنين فوق حراس مرمى يبقى كده انت بتتكلم عن سبعة ماشي لا مش قصدي يعني انت هتاخد اتنين منه في القيمة خط الوصف هيبقى عندنا ديان عمر السلية حمدي فتحي حمد مجدي أفشا وليد سليمان أحمد الشيخ ده اللي في القيمة رمضان صبحي برا محمود عبد منعم كهربا حسين الشحاء جيرالدو صالح جمعة حسام عشور برا حسام عشور برا كويس برا يبقى كده عندنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ماشي وبعدين لا تسعة سوري عندك تسعة لعي عندي تسعة ماشي عندنا في الهجوم بقى جونيور أجايي أليو باجي مروان محسن وعندك اتنين برا وليد أزارو وصلاح محسن يعني انت بتتكلم على الموجودين دلوقتي عشرين واحد وعشرين لعي عشرين واحد وعشرين لو رجع واحد بقى واحد وعشرين لعي وأزارو وحسام عشور وسعد سمير ورمضان صبحي ادي خمسة بالزبط ومعاهم صلاح محسن ستة بالزبط ومعاهم محمود وتولي عملية سبعة بالزبط ومعاهم ربي ربيعة لاصابة بتاعته تمانية لانا كنت ناسي سعد سمير كمان لسعد سمير كمان لا مساعد برا لانه متأيد افرقي تمانية وعندك محمود وحيد فيه احتمالات يبقى تسعة يعني فانت عندك واحد وعشرين لعب بالزبط تقريبا ما بين عشرين لواحد وعشرين عشرين لواحد وعشرين كويس؟ لو احمد الشيخ خف ما خفش هتهباني يعني احمد الشيخ لسه برضو عنده قصابة اه بالزبط اه فده اللي انا قصد عليه عشان كده بقولك ان ماتش بيراميدز ماتش تقيل اه طبعا وانت محتاج كل لعيب الفترة اللي جاية فترة اللي جاية خلاص احنا ندخلنا على الماتش مزبوط فانا القصد ان انا هتبقى فيها مخاطرة جامدة جدا انك انت تلعب بالعناصر الاساسية اللي انت هتلعب بيها ماتش الوداد يعني انا وجهة نظري ان انت تتعامل مع الظروف بشكل طبيعي لانك لو ريحت اللعيبة انت برضو عايز تتضمن على التشكيل بتاعك او الهيكل على الال يعني على الال حط سبع لعيبة مثلا من اللي هم مرشحين ان انت تشتغل بيهم في ماتش الوداد مثلا حتة زي خط الظهر لازم تزبط خط الظهر بتاعك اللي هتشتغل به لازم تزبطه لان خط الظهر من الخطوط اللي التغيير فيها بيبقى قليل وفي نفس الوقت لازم يبقى يعني الى حد ما حافظين بعض يمكن لو اتكلمت على الحتة اللي قدام عندك يعني الحتة اللي قدام فيها تغييرات دايما كتيرة وبتغير انت في الماتشاط معظم تغييراتك بتبقى قدام فممكن اللعيبة تشتغل مع بعضيها يعني ممكن مثلا تركب انت مع بعضا لو حصل إصابات حصل إجهاد حصل حاجة تقدر تشتغل في حتة اللي قدام لكن حتة اللي وراء لازم التفاهم فيها والانسجام مهم جدا ازاي الترحيل وازاي الضغط وازاي يطلعوا مع بعض وازاي ينزلوا مع بعض كل الحاجات دي انت عارف لو في عدم انسجام أو ما فيش ربط بالكلام مع بعض وكده ممكن ممكن واحد يغطي أوف سايد في كورة ممكن واحد يطلع متأخر في كورة يحصل وحصل ممكن واحد يرحلوا واحد يسيب فرق شوية فالمساحة دي حد يستغلها في أي انطلاق أو كده فالخط الضهر مع حراسة المرمى دي من الحاجات اللي بتبقى محتاجة تثبيت عشان نبقى متطمئين خصوصا انت راح تلعب في الوداد هيبقى فيه ضغط بشكل او باخر على خط ضهرك فاهم ازاي فاعتقد ان مماطش بيرمز عندك فرصة كويسة بعدها انك تعمل راحات وتعمل استشفى وتبدأ تشتغل والجهز تاني الاصابة طبعا ربنا ايبعد الاصابة ان شاء الله عن اللعيبة كلها لان زي ما احنا قلنا الانتقالات والتعاقدات والحاجات دي كلها حرمتنا من عناصر كتيرة فانت مضطرة تتعامل مع المتاح دلوقتي وواحد وعشرين اللاعب فانتمنى ان شاء الله ان مابقاش فيه اصابات نتمنى ان احمد الشيخ يلحق نتمنى ان محمود وحيد لو رجع برضو هيعزز لك القايمة شوية ونتمنى برضو ان علي معلول من تونس علي معلول برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا ان شاء الله ان ربنا يخلص المطشط الدولية بتاعته على خير ويرجع بالسلامة دي حاجة مهمة يعني طيب خلينا نروح لزميننا شريف شعبان ونشوف ابرز تصريحات مستر مسماني في المؤتمر الصحفي عن مباراة اليوم من جديد بجدد التحية كابتن عيمن ولديوفك ولكل مشاهدين يمكن المؤتمر الصحفي انتهى منذ خليل مستر مسماني المدير الفني لنادي الاهلي اللي تكلم النهاردة ان هو سعيد جدا بأداء النادي الاهلي ومعجب جدا او فرحان ان الاهلي احرص ادفين مبكر جدا سهل له الجيم ومعجب بهدف مروان يمكن قال لك هدف مروان عجبني جدا شخصيا قال لك اشتغلت في الفترات الاخيرة على كل اللي عملنا النهاردة في المباراة واتكلم مع العيبة كتير على الكورة التانية وعلى التمريرات الكتير في المساحات الفاضية تسألوه عن مباراة الوداد قال لك ندوري اسعاد جماهير النادي الاهلي الاول نفوز على برامز عشان خاطر الروح المعنوية ونسافر المغرب واحنا رحنا المعنوية في السماء وبإذن الله نحاول نساعد جماهير النادي الاهلي تسأل في المؤتمر عن من نجم النادي الاهلي قال لك ان احنا كلنا في خدمة الكيان ما فيش حاجة اسمها نجم الاهلي هو النجم على مدرب نجم على اي لعب النادي الاهلي هو الكيان الكبير ولازم نساعد كل جماهير النادي الاهلي تسأل على مشكلة المواجمين قال لك مروان النهاردة بيلعب بيحرز هدفين وعجين النهاردة بيلعب ايضا واحرز هدف من قبله بجي يعني ما عنديش مشكلة خالص في مركز رأس الحرب ده اللي دار النهاردة في المؤتمر الصحفي الخاص بموسمان يدكت أجواءنا النهاردة في ملعب طبعا أستاذ الأهلي والسلام اللي انتهى فوز الأهلي على إن بمقابل سلاس أهداف لاشيء عود لك من جديد كابتان عيمان نتفضل شكرا جزيلا للزميل شريف شعبك عندنا كابتان عادل انت قلت حاجة كويسة جدا بالنسبة للتمرات يمكن النهاردة كمان التمرات أكتر والتمرات الصحية هتبقى أكتر برس فاحنا عندنا إحصائية طبعا إحصائية في الاستحواز النادي الأهلي ستة وخمسين أمبي أربعة واربعين تصويب على المرمة خمسة على المرمة من عشرة من أصل عشرة تصويبه الأمبي أربعة من أصل ستة التمريرات النهاردة النادي الأهلي ستمية وتمانية للنسبة لنادي أمبي ربعمية واحد التمريرات الصحيحة النهاردة للنادي الأهلي وديه يمكن أعلى نسبة في المباراة الأخيرة خمسمية وتمانية وتلاتين تمرير النسبة تسعة وتمانين في المية تمرير صحية نادي أمبي تلتمية ستة وتلاتين من ربعمية واحد قلنا نسبة التمريرات الصحيحة في أمبي أربعة وتمانين في المية الركنيات عكسر المباراة تماما الركنيات النادي الأهلي اتنين أمبي تلاتة واضح فعلا زي ما قلت ان التمرات النادي الاهل النهاردة كانت عالية جدا التمرات الصحيحة كمان كانت عالية جدا تقترب من تسعين في المية وده يمكن ده اللي احنا شفناه في المباراة وده اللي ورّلنا فعلا سر تفوق النادي الاهل دي حقيقة وده يمكن اعلى نسبة اعتقد دي اعلى نسبة في السيزن ولو عملنا مقاردة كمان بين الدول الاول وطلعوا المنشات كلها اعتقد دي ممكن تبقى اعلى نسبة دي نسبة عالية جدا تسع طمين في المية نسبة عالية وكمان والإحصايات دي ممكن إحنا ناخدها في كذا اتجاه الإحصايات اللي ممكن أعمل 600 تمريرة بس فيهم تمريرات مش مؤسرة وفي مناطق مناطق الخلفية في التحضير أو مع حرس المرمى ولكن النهاردة لأ النهاردة أنت إمبي بلعبك ضغط عالي من بداية المباراة في وقت كتير جداً شوء الثاني بس هو اللي تراجعه شوية فيه تحضير كويس فيه فيه تحرك في نص الملعب وهو ده أهم التحرك التحرك ما بين الاتنين الارتكاز والتحرك ما بين السراسي الخلف رأس الحرب دي نقطة مهمة جداً أن لازم فيه حد موجود دايماً من الاتنين الارتكاز جوة الدايرة كرة بتعدي عليه ودي حاجة من الحاجات اللي ما كنتش بنشوفها قبل كده كتير وأي فئلة بتعمل استحواز جيد لازم من كرة بدورة على عيب النص الملعب وبنسبة الاستحواز معانا مقارنات في بعض الماتشات يعني مثلاً مباراة تانتا كان نسبة الاستحواز 56% مباراة انبي النهاردة نسبة الاستحواز 56% التمرات الصحيحة في مباراة تانتا كانت 496% النهاردة 608% التمرات الصحيحة من 496% التمرات الصحيحة من 608% خمسمية وتمانية وتلاتين دي النسبة اللي احنا قلنا عليها تسعة وتمين في المية نسبة التمرات الصحيحة في ماتش تانتا كانت 4% وزي ما قلنا نسبة التمرات النهاردة تسعة وتمين في المية ودي فعلاً نسبة عليها جداً واعتقد انها اعلى نسبة يمكن في مباراة النادي الاهلي من ساعة بدأ الى الموسم حلينا نتفق ان كل واحد تغير طريقة ان يدير مباراياته او ان يبقى عنده اسلوب معين خلينا نتفق ان بايدر كان اسلوبه في قبل كتير القرى التويلة واللابة القرى على التانية الده مكانتش باين خلينا نتفق برضو دي نقطة مهمة جداً لازم الناس كنت بفهمها الحاجات دي مكانتش باينة لما كان عندك حلول فردية كتير ان لعبك هجهز في بداية السيزن لما كان عندك رمضان كان جاهز ولما كان عندك الشحات وافشة كان لسه جاي وكله كان بيقدي كان في الفروق الفردية كانت واضحة بين قوي النادي الاهلي النهاردة مش فروق فردية النهاردة النهاردة لعب جماعي فيه فرق بانك تعمل استحواز بفروق فردية والتمرات اقل وفيه فرق انك تعمل استحواز بشكل ايجابي بشكل جماعي انت النهاردة الفرق كلها تلعب والنهاردة اللي ساعت كمان في الاستحواز ان اللعيب خط الظهر كلهم لعبت بلعبه على اطرافه وده نقطة مهمة مش ده مش تقليل من لعيب القلب في النادي الاهلي ولكن لما يكون لعيب كرة بتبقى في ريجلو كتير لعيب طرف او لعيب نص ملعب موجود في المكان ده نسبة الكرة اللي عنده بتزيد شوية نسبة المهارة بتزيد عنده شوية فده برضو خد بالك ادى جزء من الاستحواز النهاردة لنادي الاهلي الكرة بترجع بتتدور بشكل كويس كرة بترجعش كتير لعلي لطفي الحاجات اللي بتتدور مش كتير بترجع لعلي لطفي في حل اللي موجود على طول اما بديانج او او حمدي فاتح او لو حتى كان موجود السلية دي حاجة من الحاجات الكويسة جدا في مميزات كتير جدا نهاردة في المباراة منها زي ما كباتنا نتكلموا ان في في سلاسة في الاداء وفي الدنيا الدنيا يعني سهلة الامور سهلة كل اللعيب هتلاقي اول حاجة بيفكر فيها انه يعمل باس اول حاجة بيفكر فيها معين كتير اول حاجة بيفكر بص الكرة دي قبل كده بترجع وارك مزبوط وتروح رايح رايح نص الملعب تروح معمولة طويلة دي جزء من الحاجات حتى دي حتى الكرة دي تلعبت غلط ومشت لان انت خلاص بقى عندك عدد كبير موجود في الملعب من اللعبة اللي بتفكر تلعب كورة وبرضو خلينا نتفق ان المدير الفني هو اللي بيخلق ده طول ما انت بتتكلم لو انت مع لعبة انت خلق لعبة كبيرة زي نادل اهلي في را في را في را في نادل اللي لعبة بيضغط اينا كمان برضو طويلة اللي احنا كلمنا فيها الكرة بترجع بسرعة بزرعة وليه بيعمل ضغط وراجل عنده اه بتتكلم في ستا وتراتين سنة وبيعمل ضغط وبيتحرك وهو مستمتع طول ما الكرة معك انت مستمتع صحيح والوقت اللي بتجيب فيك كورة سريع فبالتالي ما بتلحقش تدي فرصة للخصم ان يلعب عليك وفي نفس الوقت انت الكرة معك انت مستمتع انت لو عدت تلعب بالكرة ساعتين بتجري بالكورة عكس ما تقعد تجري ساعتين من غير كورة. خلي بالك يا كابتن عدل كمان التحركات اللي هي من غير كورة ما كناش بنشوفها الفترة الفتة خالص. خليني خليني برضو الناس يعني احنا النهاردة تيجي تتكلم على مسيمية تقول ايه? ما تقدرش تحكم عليه. طبعا. بس هو عنده ميزة. مم. ويعني هو محظوظ فيها ان هو جاء على حد مش عايز اقول ما كانت شغال عشان ما ما خسفش حقه لأ هو قده مرشد كويس. اي. ولكن هو تركيزه كان قليل. وطريقة لعبه مش مناسبة ليك. اي. خلينا اتفق ان طريقة اللعب مختلفة تماما. فاللي هيك يشوف النهاردة وليه لا? ده غاية الاداء تماما. هو ما غيرش الاداء. هو الراجل حط السوابت اللي الناد الاهلي اصلا بيلعب بها. اي. اللي هي ايه? رجع تاني كل واحد مكانه. ام. رجع تاني الناس بتلعب باريحية. كرة كرة السهلة. هات كل المدربين اللي اشتغلوا في الناد الاهلي نادرا لما تلاقي واحد بيلعب كورة طويلة. صح. كل كل الناس لازم انت على استحواز. لازم ان تكون بتلعب كورة. فهو الراجل ما عملش حاجة غريبة. هو هو كان عنده ميزة حلوة. والناس كلها ممكن ما حدش اخو باله منها. ان اللي قابل ما كانتش يعمل حاجة. النهاردة احنا كاننا في الكورة السابتة. ان اللي قابلك ما كانتش بركز في الكورة السابتة. الان الهجومية. ولا الدفاعية. ولا الدفاعية. حتى في في الكورنر. ام. في ناس ما بتقافش على الايم. ودي برضو. ودي حاجة خطرة جدا. وكلمنا فيها وقتها ساعتها. ودي احنا برضو قلناها. قلناها وكنا. واحنا الحمد لله عندنا ميزة في الاستوديو ان احنا اللي بنشوفه بنقوله. بزا. ودي حاجة كويسة ودي من مدية مصداقية للناس اللي هتتفرج علينا. دي حاجة مهمة. ولكن عندي نقطة مش عايزة بوز الحاجات الحلوة الكتير ولكن نقطة مهمة جدا ماينفعش نروح نفتل ننكلم في اجابات اجابيات. وانا بحبش طول الوقت ان انا قابل اجابات بس. لأ في جزء لازم ناخد بالنا منه التغطية بتاعة الاجناحة. تغطية الاجناحة عندنا لازلت فيها مشكلة. وهو اتكلم عليها في المؤتمر الاول. مهم. وانا بحقيق عليها ان هو اوخب باله من النقطة دي كويس جدا. النهاردة لو جيت كل كل اللي جات عند ناحية اليمين او ناحية الشمال. مهم. هتلاقي ان الاجناحة بتاعتك مش موجودة بشكل كافي. ولو موجودة ما عندهاش التركيز العالي. وده اللي انت هتقابله في مرات الوداد. عشان ما نجيش نصطدم بحاجة. احنا بنتكلم كويس. اه ان احنا عندنا استحواز وعندنا حاجات كويسة. ولكن هما تيجي تلعب لفل مختلف زي الوداد والرجاء والزمالك. الاجناحة عندهم من من اميز من اميز اللعيبة اللي موجودة في فرقة. الرجاء عندها جناحين مميزين جدا. والوداد والزمالك. فانت هتلعب لفل مختلف. فالليفل ده لو اتعاملت معي بنفس الشكل. دي التحركات والتحركات بتاع تلاحيبت النادي الاهلي مع مستر مسماني. في كل مكان في الملعب. حتى عند علي لطفي. حتى عند علي لطفي عنده تامريل. ده بنتكلم في حتة بتلقى جنهة. دي لقطة مهمة جدا. وانا مبسوط ان هو اتكلم فيها. ده بيبين لك ان هو مركز وخداله. وعرف المشكلة احنا عندنا مشكلة فينا. فانا شايف ان النهاردة لأ في حاجات عند جونيور عايي فوز يراح بيها. موجود لو علي فوز تصرف فيها احسن هتخلق لك مشكلة. مع لفل اعلى الحاجات دي خلينا اتطفق ان فيه حاجات خلوط ما بقيتش باينة. الحاجات اللي حاجات اللي في ظهر فيه زكاء فيها في التمركز دلوقتي وبتاخد ثلاث اربع خطوات بدري او خمس خطوات. صح. فبتبقى موجود في مكانك. صح. لكن الحتة بتاعت الاجنحة دي عند حسين وعند جونيور كان فيها مشكلة شوية. واعتقد ده انت بنهاردة تعطي شوط كبير في الاستحواز وفي انك تلعب الكرة وفي تمركز ودي حاجة مهمة. لكن الاهم. اي. ان انا دفاعين هتمركز كويس لان الفترة الجاية. بتاعت اللي اخطاه وقال دفاعيا هو الهيكس. اه. فانا اتمنى ان احنا ان الحتة دي هيبقى فيها شغل حتى نظري. مش لازم يكون في مبارات البيرامدز. شغل نظري. ما هو كمان خلي بالك يعني مسلا علي معلول هيجي لنا بعد ماتش بيرامدز. مش دي? وعلي لا انا بتكلم على حاجة معينة. ان هو مش هيشوف علي معلوم. هيلاعبوا علي. ما انا عارف طبعا. اه. بس النقطة اللي انت بتتكلم فيها هو هيكلم فيها نظري. بس علي تقريبا هيجي على الماتش. لا ما هو علي. الحاجات دي لو انت كانت معه ربع ساعة مع الفرقة. الناس اللي تزمت. يا انا في وقت ملاقوات انت ممكن تلعب بستة. اي. انت اوفر اجدية وكل حاجة. ولكن في وقت ملاقوات لازم العب بستة. اه. النهاردة في نقطة في في السراسي اللي خط في نص السراسي اللي تحت رأس الحربة لما بيدخل جميع العب بيدخل معه. اه. البكات. صح. فالطبيعي بتلعب اربعة لتلاتة جوة في حتة صغيرة. صحيح. فبالتالي الاجناحة بتبقى فاضية. فبالتالي لازم يكون في حد موجود حتى لو ما فيش حد موجود فيها من الفرقة التانية. لازم تكون قريب. اه. عشان دي بقت مساحة فاضية. ممكن تلعب فيها. وده اللي حصل معنا في مبارات الخماسية اللي صح. كان عندنا مشكلة في رمضان. اعتقد رمضان هو اللي كان بلعب ناحة اليمين. لو مكنش تخني الزاكرة. ورمضان كان عندنا مشكلة كبيرة جدا. رمضان كان بلعب على بالزبط. اه. اه. مفتاح. مفتاح لعبة من احسن لعبة اللي كانت موجودة في الفرقة. صح. فبالتالي الماتشاط دي مش بتاعة انا هعمل ايه هجومية. مم. لا الماتشاط دي بتاعة انا عندي هعمل ايه دفاعيا? طبعا. يحولني الهجومية. لا لا ما انا بتكلم. انا بتكلم على الورا علي معلور. هي هي اجنحة. هو الموضوع عند شحات. كهرباء. اه اه اجيه. لو جيرالدو. لو الشيخ. الناس بتلعب في الاجنحة. اه. هو ده دي لهم دور اعتقد هو ده الدور الاساسي. اه. للتلات ماتشاط الجايين. ايه. لتلات ماتشاط بتاع السيمي فاينل والفاينل. ايه. ايه. الاجنحة الدور الدفاعي هو اللي هيحدد انت مستوىك عامل ازاي. لان انت وانت اتكرة معك انت انا شايف النهاردة ان الاهلي قطع عشوط كبير جدا في اللي جاي. ايه. الاهم ان انا دفاعيا في الاجنحة بص عن الكرة دي. ايه. الكرة دي لو فيها تصرف كويس. مش موجود. صح. وفيه كور تانية الشحات لو تصرفوا فيها كويس. مش موجود. مين اللي بيقوم بالدور? اه. ديانجو السلية او ديانجو فاتيه. ولكن ده برضو هيعمل لك خلل في نص الملعة. صح. فانا شايف ان في حاجات حلوة جدا كتير جدا كويسة. ولكن ده الدور الاهم اللي خسرنا بطولة افريقيا اللي فاتة. حلوة قوي الجول ده. حلوة قوي قوي يعني. واللي خسرنا مباراة الترجي. اه. في الترجي. اللي كانت مع كارتيرون. ايه. كان برضو عندنا مشكلة في الاجنحة في 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 الشبخ الدفاع. اه. كنت عادسوا الحاجة شكلت كده. ده لا اخوص. بجد الله. اه. طيب بص الجول دوة. انا عجبني اوي النهاردة التحرك. هو الجول ده في كل لحاجة حلوة. اه يعني. ده من اجمل لجوال اللي جابها النادي بقى للسنة. وتفكير غريب جدا انا عمر حسين. فيش حد متوقف ان هيعمل كده خلص رايج بيش نحوة تانية. اعملها حلوة. حلوة 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 فاتح مكمل وفاتح شايف. مروان ما استعجلش وخد وقت وشافت زاوية. حس اني. سلاسة في الجول ده مش طبعية. حلوة. صحيح. وكل وعملها ببطن رجله خالص. شايف ان زاوية فاضية. احمد مكمل عمالة حلوة قوي. حسين عمالة حلوة قوي. يعني تحس ان فيه ربط يا ايمن. ما بين حسين. اللي طبعا قلت ان هوم يجيش مكانه ومش مكانه خالص. وراح حتة تانية خالص. كده. مستوى شاكلو بين علي لعيب قبل كده. يعني. يعني. تحس ان فيه ربط. يعني حتى ما لعيبش قبل كده ايمن. جميل ان اللعيب بيبقى رابط مع زميله. ده ماتفعش مع اي مع اي حد. مش عايزة. عايزة فرقة كبيرة. مع لعيبة كبيرة. النزافة من اسامة بيفكر فيه. ابدو اروح بري. عادي بيفكر زا. فهم? الفكر ده ما بيجيش مع مع لعيبة يعني مستهوق ليلة. او مع فرقة قليلة. لا. الفريق كبير. بيفيه لعيبة كبيرة. تفكيرك بقى غير خالص. عشان كده ايمن بيقول لك. اللعيب بيفكر ده بيعمل حاجات انت مش توقعها. اي. هي. انت بالنسبة لك حاجة غريبة. ان هو بالنسبة له بيعمل الحاجة اللي انت مش توقعها. عشان كده. ده الفرق. صح. فرق مش في القوة وشعف والياخة وكده. لا. قبل كل حاجة تفكيرك انت. ممكن نسبقك في كل حاجة. بس ببورد انا افكر قبلك. يعني. ممكن ان تقوى مني. بس انا بتفكيره دايما نسبقك. فانت مش تلحق. رؤيته كمان. طبعا. هو بص ايمن. يا رابط وشايف احمد فتحي. وتأكد احمد فتحي في المكان ده. يعني كان ممكن حسيني يعمل كرة دي وهم مجريش. صح. انت فاهمني. صح. وخلاصه كرة وهاجمة وانتهت. لكن هو لا. هو عارف ان احمد مكمل. هو عمل حلو قوي. مروان راجع خطه وورا. مروان كمان استعمل زكاءه قبل ما استلمي ايمن. خد خطه وورا. صح. المهاجم الزكي في المناطق الديقة دي. ازاي تسرق خطوة من المدافع. هتنفعك انت. هتنفعك خطوة. خطوة بتنفعك. استلام فشايف. غير لما انت لو انت قراري بقوله كرة. صح. تبقى زاوية روليها عندك مقفولة صحب. او ممكن ضياعة. لكن زكاءك في المناطق الصغيرة دي. خطوة. خطوة لقدام. تسبق. تقف. هي دي. المهاجم الزكي بستعمل زكاءه في التغييرات طبعا. في الديقة اربعين كان تغيير التراري. عمر السلية بدلا من ايمن اشرف. وبرضو في الديقة تغيير التراري تاني محمود كهربا بدلا عربي باتر. ديقة تمانية وسبعين محمد مجد افشا بدلا مروان محسن. والديقة تمانية وسبعين برضو صالح جمعة بدلا من وليد سليمان. عايز اتكلم هنا على حاجتين. بداية وليد سليمان من من اول مبارا. واتكلم على هما تغيرين. لان تغيرين الاولين التراريين. فاتكلم على نزول محمد مجد افشا. ونزول صالح جمعة بدلا وليد سليمان في الديقة تمانية وسبعين. من اهم المميزات في الفرقة الكويسة انك انت اللعيبة يبقى عندها امرونة خططية وتكتيكية. واللعيب واللعيب او الفرقة الكبيرة يبقى عندها عناصر تقدر تلعب في اكتر من مركز. النادي الاهلي عنده غيابات كتيرة جدا جدا جدا. وخاصة في 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 المنطقة اللي هي بتاعت قلب الدفاع. عندك مشاكل كتيرة متولي. اه اه رمي ربيعة. سعد سامير. النهاردة اول تغييرة ايمن اشرف. ودي حاجة كويسة انه انه حس بالسمنة وتغير. ايه. لو حمدي فاتحي ما بيعرفش اللعب في في قلب الدفاع. زي ما احنا قلنا في الاول انه ممكن جدا انها حمدي فاتح هو اللي يبتدي جنب ايمن اشرف. اه انت نهيت قلت لك باثنين قلب دفاع. هما اصلا مش قلب دفاع. محمد هاني وحمدي فاتح. صح. فدي من المرونة اللي بتبقى عند اللعيبة. انه بيقدر يلعب في اكتر من مركز. ايه. لانك انت ممكن تلجأ لهذا لده. وانا قلت لك يمكن هو لعب محمد هاني النهاردة في 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 قلب الدفاع. عشان هو عنده مشاكل شوية ياسر غايب. ادي ايمن هو النهاردة فلازم يبقى عندك لعبة عندها امرون. فاول تغيير لما طلع ايمن نزل السلاية في نصف الملعب. ام. ورجع حمدي فاتحي قلب الدفاع. صح. اه. ده التغيير الاولاني. بالنسبة للتغيير التاني برضو نفس الشيء العرب يقدر يحسب بتعب في الخلفية او شد نزل اه اه نزل اه اه كهرباء. وليع بشاحات باكي مين. ممكن احنا كنا تكلمنا في الاستوديو قبليه. صح. انه الشاحات احيانا في بعض المباريات ممكن جدا يلعب في الباكي اليمين. ويعمل لها خطورة كبيرة. لأنه هو لعب كتير مع المقاصة في مركز الزهير الأيمن فالنهاردة حلها لك لأنه دي ورده جاي من المرونة الخططية أو المرونة اللي بتبقى عندي اللعيب أنه بقدر يلعب أكتر من مركز فدي ميزة أنك أنت النهاردة خطت الظهر في بدايته وفي نهايته في حاجات كتيرة متغيرة في النهاية بقى الشحات وهاني وحمدي فتحي وأحمد فتحي كمان بقى شمال ده تغيير التاني بالنسبة لتغيير أفشا مكان مرون محسن ثم وصالح مكان وليد طبعا أفشا لعيب أساسي خلي بالك في لقطة أفشا لأنه أنا بقولك أفشا وصالح لي لأنه هما الاتنين تقريبا بيلعبوا في نفس المركز أنا شفت لقطة ميستر مسماني قبل ما ينزل أفشا بيكلموا على حاجة لو راح ناحية اليمين ويرفع الكرة عرضية ولا حاجة لأن حتى ساعتها حد قال أن أفشا لما نزل حيلعب ناحية اليمين وصالح هو اللي حيلعب عشرة كويس فعلا أفشا راح راح في كرة إحنا طلبنا الكرة دي ممكن في ديئة 82 كانت هاجمة لنا أفشا راح فعلا ناحية اليمين لعب كرة عرضية هيلة جدا ولكن ما كشفي حد متواجد جوة 18 هو لما صالح وأفشا الاتنين لعبوهم أساسا أساسا في مركز اللي هو عشرة لأنه هما الاتنين ما عندهمش سرعات غير عادية ولكن يملكوا حاجات تانية يملكوا حاجات تانية كتير مميزين بيها اللي هو التحرك وراء الاتنين الارتكاز اللي هي المنطقة اللي بين وسط الملعب والمهاجمين بيعرفوا تحركوا فيها بيعرفوا يستلموا كرة بيعرفوا يعمل سروب هاس بيعرفوا يسدد بيعرفوا يكمل عجون فهما الاتنين لما نصلوا مع بعض واضح من بداية الماتش إنه هو الثلاثة اللي تحت رأس الحربة مستر موسيماني مديهم حرية في الحركة حتى احنا قلنا بين ماليد وحسين الشحات احنا مش عارفين ميه يعني أحيانا بتلاقي الشحات هو اللي بيلعب في العمق ووليد عطر بقده لما نزل صالح وقفشة في أكتر من كرة تلاقي قفشة هو اللي واخد الجنب المين شوية وصالح في العمق وساعات بتلاقي صالح طرف شوية وقفشة في العمق بس طبعا دي في الماتشات اللي هتبقى عنيفة شوية وفيها جارية وجهد كبير هتبقى صعبة ممكن عادي لتكلم فيها اللي هي جزئية إنك انت بتساعد الاتنين زهراء الأجناب اللي هم في الأجنحة لأنك انت صعب بتلعب ستة الجناحين دولت بيرجعوا يبقوا أكنهم بكين ولازم يمميزين في التغطيات العكسية وكده ففي الأسلوب ده اللي هو عمله بين صالح وقفشة يمكن عشان النهاردة سهولة المباراة الأمور ماشية معاك انت حاسم الدوري لكن في ماتشات صعبة أعتقد يبقى صعب فالنهاردة صالح أهي اللعبة دي اللعبة اللي نرزي عليها هو راح بمجرد ما قفشة يروح كان لازم حد يبقى متواجد في المنطقة دي هاي زي احنا جايبناها لازم كهرباء بموجود لازم كهرباء بموجود ده جول آه طبعا ده جول مؤكد ما هي مفروض نشوفها تاني نشوفها تاني بص أولا تحرك هايل ورؤية هايلة جدا من صالح بما وتحرك هايل من قفشة لازم جونيور يلف ويخش جولة بالزبط لازم بص طرح ما انت بتعمل تغيرات في المراكز كتيرة لابد اللعيبة تشوف المساحات الفاضية اللي تتحرك بيها كويس بس طعف هنا بقى بص كان لازم عارب الكورة دي لو عدت ولاية واحد أحمر بس جول مظبوط وهنا بقولك تنهي ماتش كلامك مظبوط انا بتكلم ان حت تغيير اللعيبة اللي تحت رأس الحربة مراكزهم كتيرة لابد ان يكون شايفين بعض بمعنى ايه ان صالحة حرك ناحية اليمين وافشة في الحتة دي يبقى كهرباء لازم يبقى فاهم انه يبقى في المرادي ناحية الشمال هو لا طب استان نرجع نرجع بيها تاني معلش بعد اذنك نرجع بيها تاني في اللقطة اللي هي بتتعمل لأفشة كويس اجايش هايف نكرة راحة لأفشة ممكن يلفه كامل هو لاف فعلا بس الحركة بطيئة قوي ايه اهي تاني اهي كويس كمل 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 هو لازم اقول ما تلعبت اتحرك يجري كمل طبعا هو بقى الحركة بتاعته قد بطيئة المفروض حد يبقى في الطرف الشمال كمان ويخش في العمر هي المشكلة انه حرية الحركة اللي هما واخدينها دي ساعات بيروحوا في منطقة كلهم في مكان واحد ومش شايفين دي رؤيا بقى دي رؤيا بقى المين اللي جاتلو الكورة اللي جاتلو الكورة هو عارف انه هم عن انه فيش حد منهم فلازم اقف بيها تاني واستغل ما فيهاش مشكلة مش شاب يعني قزك يقف عليها ويستنى دي ما تعبش الناس اللي جاري اللي مجريتش بس لأ دي ممكن برضو مش عايزين نقول لعيب انا احنا بنحاول نشوف الاحسن انه يتعامل ولكن دي لو خد افشا عمل بها استحواز وكان كهربا موجوب من ناحية اليمين وحطها له تاني او هو رجع وعمل داخل جول طمانتاشر وشتغل مع حد مع صالح ومع جونيور كانت لأمور اسهل لكن هو برضو استعجل استعجل فيها شوية كان ممكن يعني فيها استحواز ان المسافكة الكبيرة كان بعيدة ان حد دي يكمل في حتة دي بس هو افتكر ان حد حيكمل هو لعب بالاحساس طبيعي ان حد لازم يقف شوية هو لعب هو لو لا ما شافش حد كان لازم يقف تاني ويشتغل بها تاني ويبعد الهجمة يحيي هجمة من جديد وهو كده كان عنده استحواز هو فكرة كويس بس هو لو هو شايف اكتر كان رجع بها تاني انا اعتقد ان مستر موسيماني كان قبل ما ينزله اقول لو في لأ كانت بجايبينها وهو بيكلمه قبل ما ينزل من تالي كان بيقول له على اللعبة دي ان هو لو راح نحتلميني لفها جوة التمنتاشر على طول هو عملها في كزا مبارات في برات الزمالك كورتين الباجي لو فاكر الكورتين بتاع واحدة في العرضة واحدة بوجابها لشالها عملها بشكل كويس برضا نياس فكرة فكلام عادل مظبوط في جزئية انه ممكن احيانا انت لما بتلاقيش حد لازم تصبر على الكورة ولكن مجدي افشا في دي هو لعبها بالاحساس عارف زي كورة الجون التاني اللي صالح الاشحات احساسه انه عملها قالك انه كان بصص كده وراح لعبها الفتحي هو حسب فممكن مجدي احساسه ان في حد مكمل من لكن هو كان ممكن فعلا يعمل عليها ينتظر بيها شوية بل ما حد يجي له لكن ده برضو قرار سليم لكن مفيش ماتش هيمشي نموزاجي طبعا في كل موقف بيحصل خلل ولكن انا بتكلم في جزئية طالما انت واخد حرية حركة في التلاتة اللي في الخلف في راس الحربة لابد انه يشوفوا بعض يعني انا شفت ان صالح ومجدي راحوا في الجنب اليمين لازم انا بقى واخد الجنب الشمال شوية لان لازم مساحات الملعة تتغطى ما انت مش كل الناس تجري في منطقة واحدة فدي برضو يعني تأثير شوية ان حد كان ممكن يكمل في الطرف الشمال بالنسبة لتغييرة الاخيرة هو طبعا صالح وقابش طبعا صالح كان باله كتير ما بلعبش واحنا عارفين موقف مستر ريني فيلر منه وصالح لازم يساعد نفسه بامانة يعني احنا كلنا قلنا لصالح مرة واثنين وعشرة وبقالنا سنين بنقول انك انت ام كادة فان ايه عياء ولكن هذا الموضوع مش هيستمر الى مالا نهاية يعني الناس منتظرة حاجات كتيرة جدا تتظرة كتير من صالح كلنا منتظرين كتير من صالح ماشي فانا الفرص مش هتفضل الى مالا نهاية هيبص اللقطة اللي انا بقول يمكن قبلها كمان فالفرص مش هتفضل الى مالا نهاية فممكن ادي مستر فرر ماشي وكان قبليه فلان ماشي وما كانتش بتلعب بصورة اساسية طب جالك مدارب جديد ودلك اهو النهاردة بيقولك اديلك عشر داوة ربع ساعة لازم بقى انا اللي ساعد نفسي اللعيب الكورة هو اللازم يساعد نفسه مش المدير الفني الناس فهمه غلط المدير الفني بهيأ اللعيب اه بهيأ له اجواء لكن اللعيب عليها عامل كبير جدا فانتمنى ان الصالح يستغل بقى الفرصة ان فيه مدير الفني جديد ويثبت ان هو قد الوضع اللي هو مفروض يبقى فيه يعني او اللي الناس منتظرها منه فان شاء الله ربنا وفاهو عامل لعبة او لعبتين شكلهم حل عامل اسيست عامل اسيست وصل كهرابا للجو لما طبعا ما انا مبتكلمش لا هو العيف كورة كويس ما مبتكلمش في امكاناته الفنية انا مبتكلم انه لازم هو طبعا لازم يبقى يعني الدوافع من عنده عندنا زمان لعيه كويس برضو وكان برضو ايه يعني كل ماتشين ثلاثة كده تلاقيه هو كده وبعدين ماتش يعني لعبه كويس وبعدين اربع خمس ماتشات وبعدين وكان بيصهر برضو تعمل له معسكر مغلق اه اه والله اتعمل له معسكر مغلق في النادي بقى كل حاجة تحت اشراف النادي حتى ما كنتش براوح البيت مظبوط مستوى النوعية دي من غير اسامة لا من غير اسامة انا ماشي دعو ايدي هاي اهو طالما قالك من غير اسامة عايزي واللي لا انا قصدي يعني طبعا يعني طبعا الاجواء مختلفة دلوقتي وما نقدرش تعمل اللي يمكن دا دلوقتي انما الفعلا زي ما قال كابتن اسامة بصا كابتن اولا لو مش نبع لو مش نبع لو انت مش عايز خلاص انا مش هكبرك على حاجة من غير معسكر من غير حاجة اللعبة كلها لازم ما بحطه احت نظري وعسكرته كده انت عايز ايه احنا مستخصرين الامكانيات داية هو مش مستخصر في نفسه خلاص انت عملت كل حاجة معاني خلاص عملت كل حاجة معا دين نهاردة مسلمان اعمل حاجة بيتعامل حتى مع جمهور النادي الاهلي مع عن طريق صالح ما بيكسب اتنين جمهور النادي الاهلي وبيكسب نفس الوقت صالح وقية جدا جدا جهه الملعب وورا الملعب وعرف عقلية الجمهور النادي الاهلي وعرف عقلية اللعيب المصري هو نهاردة كسب حاجتين كسب جمهور النادي الاهلي كله النهاردة ان هو انا بحاول رجعلكم صالح وكسب صالح لو اتفضل الملعب موجود كل كلنécole نقوله ده اسامة ومحمد وانت وانا وعائد كله بس ان مهم ب seed على الشخص صح السبع وعلى ربع ساعة دي مش مكملهاش. طبيعي جدا. انا مدير فني ايمن معلش انا عايز اكسب. مبدئة انا احب نفسي او انا عايز اكسب. اه. فانا هشوف العنصر تكسبني. خمس طغيلات. انت فهمني يا عادل. فانا هو النهاردة الراجل عامل حسابه نهيدل صالح. اي. والمباراة ساعدته. اي. والاصابات ساعدته. اي. والاصابات ساعدته. بس هو في كل احوالها يا روسيف كان هيدينه النهاردة في الماتش. لان كمان خب بالك الماتش ساعدك او من اول. ا واحد سفر في التاني. ساعدتاشر دقائق وتتين سفر. والملعب سهل جدا. وكل حاجة متاحة. فالنهاردة الاجواء حلوة. او انك تقدم نفسك تاني. والراجل زي بقولك. جمهور النادي الاهلي والصالح. فالمهم بقى صالح النهاردة. مش عيب تعتبرها. البداية. مش عيب على الفكر. بس ان شاء الله صالحة الابداية من غير رجوعها تاني. ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله رب العمي. ان شاء الله. اه. كابتن محمد قبل ما نكلم مع. على النجوم المباراة. وعندي من نجوم او من ضمن الاحصائيات عندي النهاردة. مروام محسن. وكهرباء واحمد فتح. هنجيب ارقامهم كمان شوية. لكن. احنا كنا قلقانين شوية قبل المورا من حتة. قلنا النادي الاهلي. يمكن الطرفين النهاردة حيقودهم في النواحي الهجومية. ولكن احنا. في المباراة ولا في المجمل. محسناش بكده. من ناحية احمد فتحي اه. يعني من ناحية احمد فتحي. خصوصا الشروط الاول. اه. اه. عمل كسافة هجومية. عمل انطلاقات هجومية. كان بيتقدم على طول مع الك كان دايما. اه. يعني احنا بنقول ايه. اه. فوق الكورة. يعني. 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 الطرف. لازم لما الكورة تبدأ تطلع هو بيجهز نفسه. اي. عشان. يبدأ اي ايه? يعمل الانطلاقة بتاعته. مصبب. في باكات بتطلع ببطء شوية. ماتبصت لاقي الكورة طلعت وهو لسه متأخر في مكان. مصبب. لأ هو بيطلع بيفتح. اه بسرعة الكورة. بسرعة رتمل طلعة. وعشان كده الكورة لما تعملت لجوة. والجنب الشمال فاضي تحطيت له. كان الواضح. صح. فمن احنا حتة عربي ما تعملتش بالشكل العربي عمل كوروسين كواسين بس. بس. بس مقدرش. يعني. الحتة الهجومية اعملها بال. بالكسافة. او بال. بالشكل المطلوب. ليه بقى. نوعية الجري بتاع الديفندر. برضو عشان نتكلم واكيد طبعا. الكبات يعني. يعني. كلهم مدربين. طريقة جري الديفندر مختلفة خالص عن طريق جري طرف الملعب. طرف الملعب بيجروا طولي بيجروا. يعني. بيعمل خمسين ستين. سبعين متر. شغل نص الملعب اللي هو ممايز بيه عربي بادري. حاجات كلها وحاجات كلها خمستاشر متر عشرة متر اشيء عشان الضغطه والاستحوازه كده. صح. فنعذر الولد فيها آآ نعذر الولد فيها بس طبعا برغم كده كان بصاته سليمة. معظم بصاته للكورته حلوة. فبصاته سليمة طلعت بصات كويسة جدا. كل كل المواقف اللي حصل فيه ضغط عليه. قدر يطلع كورة برا الضغط برؤية حلوة وبصة دي. اي. احمد فاتحي عنده خبرات عالية. قدر يعمل الشوت الاول بالشكل المطلوب. يمكن الشوت تاني ما تقدمشي قوي زي الشوت الاول. يعني الشوت الاول عمل جون حلوة قوي. طلع اكتر من كورة. في كورة جاتله اللي هي على يمينه. بس ما يعني ما حصلش توفيق فيها. كان بيكمل عطول في بعض الهجمات بس ما تلعبتلوش. يعني كان فيه كسافة هجومية. انت لما تطلع اربع خمس مرات. وتعمل الهدف. احسن ما اطلع مسلا عشرين مرة. ويبقى الانتاجية بتاعتي ضعيفة. فاطراف الملعب بالصراحة النهاردة. من ناحية الشمال. يعني فعلا احنا كون متوقعين انها هيبقى فيه مشكلة احمد فاتحي مش اشول. فممكن هيطع. بالاضافة برضو خلينا نتكلم فني بشكل فير. حالة ام بي برضو ما كانتش يعني عالي فوزي مش في مكانه. لأ يعني اسوأ يمكن اسوأ من المباراة من المباراة اللي انا شفتها الفيرت ام بي. صح. اه النهاردة. لكن اه الاهلي طبعا انسيابية في الاداة استحواز لعب بسهولة كل العيب عايز يقدم نفسه للراجل بشكل اه كويس. فكل العيب مركز. الحاجات دي كلها ساعدت المنظر يكون اه بالشكل ده. انت بتتكلم على اه نجوم المباراة. انا عندي اه من وجهة ناظري مروان واحمد فاتحي. معانا ارقامهم. يعني مروان لعب تمانين دقيقة. جاب جولين. اه. طبعا جاب جولين. تصويبات على المرمى اتنين من اتنين. جابهم يعني. تمريرات صحيحة اربعتشر من عشرين. وانا اضف لهم برضو يا الشحات. ده مروان. الشحات برضو. وحسين الشحات برضو النار كان مميز. يعني خصوصا شرط الاولان. طبعا. عندنا احمد فاتحي لعد سبعة وتسعين دقيقة. التمريرات الصحيحة تسعة واربعين من واحد وخمسين. صناعة الاهداف واحدة او جول. استخلاص الكورة ثمان مرات. قطع تمريرات تلات مرات. تمريرات بينية صحيحة واحد من اتنين. فالارقام اعتقد ان هي اه مروان محسن واحمد فاتحي. هم تقريبا اللي كانوا طبعا الفرقة كلها قدمت عرض كويس النهاردة. ولكن دي الارقام اللي هي نقدر نقول ان هي كانت جيدة جدا النهاردة. صراحة النهاردة. اصعب مباراة طلع منها نجمل مباراة. صح لان كان فيه كبير كتير. فيه وفرة. وكان فيه شكل لجماعة كتير. صح. والحالات الفردية قليلة. صح. كلها جماعية. يعني لو شفت الجول الاول. مم. فيه تحرك جماعي فيه كرة من ايمن ومروان. مم. الجول التاني فيه اربعة عشرة لكم في الكرة. الجول التالت او خمسة. اه. الجول التالت نفس الشيء. وتضيف على يوم تاني كمان هاني. هاني قدى مباراة عالية جدا. هايل جدا. وعايز اقول حاجة بالنسبة للعيبة ممكن في وسط في وسط شكلها تغير مكانها مع الوقت. اي. بمعنى ان انا ممكن يكون لعيب تحمله مش عالي قوي. مم. تحمله مش باين. وبتيجي تتوظفه في مكان هو لعيب كرة. بيعافي يعمل كرة كويس. بيعافي يقطع كويس. بيعافي يتوقع كويس. ممكن تغير له مكانه. انا بقولش ان انا غير مكان هاني. بس انا بقول لك مردود هاني في المساك. بالنسبة لي. اه. احسن ممردود في البكريت. طب استنى. يعني معنى كده. لو مسلا. لو افترضنا جدلا ان دي المجموعة اللي ممكن نلاقيها. اللي مجموعة اللي وبارة. اللي هي مورات الوداد. الافضل ان هاني يخش جوه ويمسك. اه. ده الافضل. انا بالنسبة لي. اي بس. بس انت النهاردة. هم دول كده. لا انت كسبت هاني في المكان ده. اول حاجة كسبت بس كويس بيطلع من تحت سليم. تاني حاجة عنده سرعة. هاني عنده سرعة. بيعرف يغطي الحاجات اللي هي الطويلة بشكل كويس. ممكن يكون عنده مشكلة شوية في الحاجات اللي في الهواء. ودي موجودة عند معظم اللعيبة فمش. مش هتلاقي فروق واضحة اوه بين اللعيبة وبعض. انا بقول لك. بس دي تفرق معنا مش الودات. هتفرق. اه. لان الكلام بيعتمدوا على الكور السابتة وكور العرضية. انا بتكلم على حالة وهاني خد بالك مش في الحالات العرضية مش ضايع. اه. يعني مش اللي هو ما تقولش ان هو ما بيعرفش هللتحم. لا. بيعرف توقيتاته. انت ممكن تكون مش مميز بضربات الرأس. بس عندك توقيت يخليك مميز. اه. فانا هو هاني لعيب بفكر. اه. هو اي حالة اي حاجة غريبة عشان برس من اه. هو اه. هو على ذكر اللعب كذا ماتش مع النادي الالف. بس انا هو مع كابتل حسان في الفين وسبعتاشر. لعب معي. ولعب معي انا في الفترة الانتقالية ما بين كارترون ولا صارتي. ولعب مع لصارتي. وادا كويس. لعب لعب. وادا كويس. عادل بيتكلم على احسن حل. احسن حل في عدم موجود سردبكات. انت عندك مشكلة. بالزبط. بعد ما محمود بتقولي عمل عملية ورامي ربيعة صاب. انت عندك مشكلة. الاربع سردبكات بقوا سردبكين. صح. ده تالت. ده تالت. عادل بيتكلم على ان ده يبقى حل. من الحلول. حل من الحلول. ان ممكن مسلا. مسلا. لقد الله يحصل حاجة. اصابة. طيب. افريد انت مسلا بتلعب وعليك ضغط اخر عشر دقايق. وبالعبه ببرصين او ثلاثة. حبيت تغير. ممكن ينازل فتحي وهان يخش جوه. وحاجة تلعب بتلاتة في القلب. فيها مصدي. بتعدي وهكذا. فهو عادل قصده ان اقرب حل. اصد فيه خلي بالك في حلول تانية. فيه كاذب. واضح جدا ان الراجل بيفكر في حمدي فاتحي. كمساك. ايه. فهنا بتقارن بقى. هل حمدي فاتحي احسن? هل محمد هنا ما يخش احسن? اه. دي مهمة جدا ان انت تاخد فيها قرارات عشان لقض الله. لما يحصل حاجة. اه. تبقى انت بتتفاجئش بقى تبقى تبقى تفكر في المباراة. بقى انت حلولك على طول انت ايه? اه مبيعهزها يعني. ايه. ودي حل. وفيه حاجة تانية ظهرت لك وانت شغال. هي هي صعبة شوية بس اه نقطة لازم بتنور لك الطريق. وجود احمد فاتحي في ناحية الشمال بيديك مردود دفاعي اقوى من علي معلول. والنهاردة انت احمد فاتحي بلعب العدلاته. اه لو اللي جيت اتفرجت على منتخب ايطاليا على مر السنين. هتلاقي واحد جيه بس اشهر. هتلاقي جروسو بس. انا بس بندي افكار جديدة. اه. لو جيت بسط لمنتخب ايطاليا. اه. اه. مالديني مش هشوال؟ ومالديني مش هشوال؟ اه مالديني مش هشوال. كابريني كابريني. كابريني قصدي. بس وقت عادل مالديني مش هشوال بPress. لا مالديني مش هشوال لا انا بتكلم مش عايزين اروح. ين Churchillال يعني هنا بقوا بدي مثال ان ال باكليفت الممكن يبقى ممكن يبقاش هيش Romania عادي ربيع ربيع يزين ربيع يزين ربيع يزين عن weaknesses جناح. بالضبط انا اقصدي ان في حاجات ممكن تتخليق لك النهاردة. انت النهاردة صورة حلوة. ايه. لازم تشوف الصورة حلوة دي جات لي منين. ايه. صح. والنهار دا احمد فتحي. طبعا علي معلول لغبار عليه. علي معلول مفتاح اللعب الاساسي لنادي اهلي. خلينا ده ندير خليها حاجة على جنب. انا بتكلم ان انا عندي حالة دفاعية عايز اشتغل بيها. ايه. ليه لأ لما يكون عندي فتح يوهاني. ايه المشكلة? صح. ليه استغنى عن فتح? فتحي عنده فرصة ذهبية انه يخرج من نادي الاهلي باب الكبير. خلاص فتحي مش موجود معك السنة الجاية. اكتر واحد. الناس كتير كان بتتكلم انه فتحي مش موجود مش في بماغه ومش مركز. عشان هو حد اداله الاحساس ان انت مش موجود معايا ان انت مش مركز. انا انا مش مش هاعتمد عليك. فبالتالي هو اديك على قد ما انت اديته. الفترة الجاية فتحي عنده تلات مباريات يتوج ببطولة افريقيا. اكتر واحد نفسه ان البطولة افريقيا انه هو يتوج بيه هو فتحي يخرج بابك كبير من نادي الاهلي. طبعا طبعا. فالنهاردة في حاجات كتير جدا نورتلك هاني من نجوم اللقاء. فتحي من نجوم اللقاء. بس انا وهختار نجم اللقاء الاساسي. انا هختار فتحي. فتحي هو رقم واحد بالنسباني النهاردة في في المردود الدفاعي والمردود الهجومي. ايه. وفي الروح وفي حاجات كتير جدا اه فتحي قد مباراة كبيرة. بس انا. طيب حنروح لفاصل ونرجع نستقبل خابرنا التحكيمي. كابتن ناصر عباس والحديث عن حالات التحكمية. عزيزي المشاهدين انتظرو.